مرحبا جميعا في هذا الفيديو سأجيب عن جملة من التساؤلات التي قد تهم بشكل أساسي طلاب المرحلة الأولى في كلية الطب ولكن هناك بعض الأسئلة التي قد تهم أيضا طلاب المراحل الأخرى وأيضا طلاب الاختصاصات الأخرى نتابع نستطيع الوصول إلى كل سؤال بشكل منفرد مثل ما نلاحظ من خلال هذا الفيديو ننقر على هذه الكتابة ستكون لدي هنا ونستطيع ببساطة تصفح الأسئلة فمثل ما نلاحظ في هذا الفيديو أستطيع الوصول إلى بكل سهولة مثل ما نلاحظ ما اسمك وعملك من أنت؟ أنا عبد الرحمن طالب طفي المرحلة الثالثة في جامعة الكوفة أحد الجامعات العراقية أبلغ من العمر 24 سنة درست قبل سنتان في لبنان الأولى كانت في الجامعة اللبنانية محاولا الدخول إلى كلية الطب ولكن لم يحالفني ألحظ ثم انتقلت إلى جامعة بيروت العربية لعيد المحاولة من جديد وقد درست سنة كاملة في جامعة بيروت العربية سنة أولى في كلية الطب ومن ثم انتقلت لعيد الكرة من جديد مرة أخرى في جامعة الكوفة والآن أنا مرحلة ثالثة أنا لا أقوم بعمل شيء معين سوى قناة اليوتيوب وبالطبع دراستي الطب حياة أم استهلاك للحياة لو عاد فيك الزمن هل تدخل الطب؟ قد يختلف مفهوم الحياة من شخص إلى آخر فعند بعض الأشخاص الحياة تكون بمثابة المتعة بمثابة الاستمتاع بكل لحظة في الحياة السفر، الراحة، الاستجمام، الرفاهية كل هذه المعاني قد تشير عندهم إلى مفهوم الحياة ونسمع الكثيرين يقولون أنني لم أعش حياتي بهذا المعنى وعند بعض الأشخاص تكون الحياة لها مفهوم آخر هي مناطة بالإنجازات، مناطة بالعمل، مناطة بالجد، مناطة بالاجتهاد، مناطة بهذه المفاهيم فنحن لا نتفق أساسا على مفهوم الحياة بالأساس كي يكون لنا رأي واحد بما يخص الطب أصلا فهل الطب بالنسبة لي يعني الحياة أو استهلاك للحياة؟ أنا بالنسبة لي الطب فيه جانب جميل جدا أود أن أعيشه ولكن لا أريد أن أملأ حياتي بالكامل بالطب أريد أن يكون عندي وقت مخصص لبعض الاهتمامات التي لا أريد أبدا أن أتركها لأجل الطب وإن كان الطب بالنسبة لي هو طب لو عاد فيك الزمن هل تدخل طب؟ نعم مؤكدا أنني سأدخل الطب من جديد أساسا لو نتبصر قليلا في القصة التي رويتها القصة المختصرة التي رويتها عن نفسي فأعتقد أنني قد عاد في الزمن عدة مرات وقد أصريت على الدخول إلى كلية الطب هل يستحق الطب كل سنوات التعب هذه؟ حينما تفكر هل يستحق عمل معين كل هذا التعب عليك أن تفكر ما هو الشيء ما هو الناتج الذي أنت تريده على سبيل المثال في الطب ما هو الناتج الذي تريده أنت من دراسة الطب هل تريد المال؟ هل تريد السمعة؟ هل تريد قضاء حياتك في شيء معين؟ هذا يعتمد على ماذا تريده أنت بالأساس أنا شخصيا أريد جملة من الأمور يغفرها الطب لي فبالنسبة لي نعم يستحق هذا الشيء فأنا برأيي الشخصي حينما تفكر بدخول اختصاص معين فكر بالأول ما هي اهتماماتك؟ ما هي أولوياتك؟ ماذا تريد أن تصبح في المستقبل؟ كيف ترى نفسك بعد عشرة سنوات؟ أو بعد خمسة سنوات؟ أو بعد عشرون سنة؟ فكر في هذه الأمور قبل أن تفكر أصلا هل يستحق الطب أم لا؟ فكر في ما تريده أنت قبل أن تفكر في هذا السؤال كطالب طب مرحلة أولى بماذا أبدأ؟ ماذا أفعل؟ يكون له نتاج عظيمة بالمستقبل برأيي الشخصي كطالب طب مرحلة أولى وليس فقط طالب طب مرحلة أولى برأيي طالب طب في المراحل الثلاثة الأولى عليك بشكل أساسي أن تفكر في اكتساب المهارات في اكتساب المقدرة على الدراسة بشكل أفضل بشكل أفضل بشكل فعال أكثر هذا ما يجب عليك أن تفكر فيه في السنوات الثلاثة الأولى دعم نحن نريد اكتساب المعلومات هذا شيء مهم ولكن برأيي الشخصي الذي لا يقل أهمية وربما يفوق أهمية اكتساب المعلومات هو اكتساب المهارات أنا حينما أدرس كتاب معين أنا لا أريد فقط المعلومات منه أنا أريد أيضا أن يسقل هذا الكتاب بعض من مهاراتي أو يكسبني مهارات أخرى فمثلا كطالب طب مرحلة أولى أنا أنصح وبشدة أن تبدأ بدراسة الجنيرال أناتومي المقدمة عن علم التشريح ولماذا؟ لأن المقدمة عن علم التشريح أنت لا تحتاج لدراستها إلى علم أو إلى معلومات سابقة تسبق هذه المحاضرات أو تسبق هذا الكورس لكي تفهم هذا الكورس عليك أن تدرس كورس الجنيرال أناتومي وأن تقوم بفهم المعلومات وحفظ المعلومات واستيعاب المعلومات ليس فقط لأجل المعلومات ولكن لكي تكتسب مهارة في المقدرة على فهم المعلومات بشكل أسرع تضع خطة في دماغك أنني أريد أن أصل إلى أكثر من هذا لا أريد فقط أن يكون عندي محاضرات الجنيرال أناتومي محفوظة في ذهني لا أنا أريد أن أحسن جودة التعليم عندي أريد أن أحسن جودة الدراسة عندي ففي الكورس القادم الذي هو كورس الأورلم أو كورس الأورلم يكون لدي مقدرة أكثر على اكتساب المعلومة وأيضا سرعة أكبر في اكتساب المعلومة ومقدرة أكثر على تذكر هذه المعلومة برأيي الشخصي لا يهم بشكل كبير بماذا تبدأ ولكن الذي يهم أكثر بكثير من بماذا تبدأ المهم أن تبدأ بشكل صحيح المهم أن تضع خطة أنني أريد أن أكتسب المهارات أريد حينما أمسك مصدر معين حينما أدرس في مصدر معين أريد أن أفهم أريد أن أستوعب أريد أن يكون في ذهني مخطط ما الذي سأقوم فيه بهذا المصدر هذا شيء مهم جدا وأهم بكثير من مجرد حفظ المعلومات مجرد سرد المعلومات مجرد تذكر معلومات ربما حتى ربطها ليس بالطريقة الصحيحة في ذهنك فأنا أنصح وبشدة في دراسة محاضرات الجنيرال الاناتومي المقدمة عن علم التشريح مع الأخذ بنظر الاعتبار أن الغاية ليست فقط المعلومات الغاية هي عبارة عن اكتساب المهارات لا يهم إذا كانت الجامعة التي أنت تنتمي لها ستبدأ أولا في محاضرات الجنيرال الاناتومي أو ستؤجل هذه المحاضرات أو ستبدأ في الميديكال فيزيكس أو ستقوم بكورسات مختلفة هذا الشيء ليس مهم بشكل كبير المهم أنك تكتسب المهارات من هذه المحاضرات وأنا قمت بإعداد هذه المحاضرات وأخذت جانب من الأهمية بالنسبة لي لأنني أعتقد أن هذه المحاضرات ستكون كفيلة بإكساب مهارات كثيرة للطلاب سواء كانوا طلاب مرحلة أولى يريدون أن يبدأوا من جديد أو كانوا طلاب مراحل أخرى ولكن كانت بدايتهم بشكل غير صحيح أو بشكل ليس صحيح مئة بالمئة فأنا أضمن لك إذا كنت تفكر بهذه الطريقة ستكون إن شاء الله لجهودك نتائج كبيرة في المستقبل ما هي مواد كلية الطب؟ قد يختلف ترتيب المواد الطبية من كلية إلى أخرى باختلاف النظام الذي تتبعه هذه الكلية ولكن يمكن ضبط هذا الاختلاف بشكل عام بتقسيم هذه المواد إلى قسمين رئيسيين الذي هو أولا سيكون لدي المدكال بايسك ساينس العلوم الطبية الأساسية وثانيا سيكون لدي الكلينيكال ساينس العلوم الطبية الأساسية تدرس بالعادة في أول ثلاث سنوات في كلية الطب أما العلوم السريرية التي هي الكلينيكال ساينس فتدرس في السنوات الثلاثة الأخيرة بما يخص المدكال بايسك ساينس فتقسم أيضا إلى عدة علوم منها أولا التشريح والتشريح الذي هو بالإنجليش يكون أناتومي ويكون لدي الهيستولوجي الذي هو علم الأنسجة ويكون لدي الفيزيولوجي الذي هو علم الفسلجة أو علم مظائف الأعضاء ويكون لدي البيوكامستري وهو الكيمياء الحياتية ويكون لدي أيضا الباثولوجي وهو علم الأمراض ويكون لدي الفارمكولوجي الذي هو علم الأدوية والعقاقير ويكون لدي أيضا الامبريولوجي الذي هو علم الأجنة أيضا يكون لدي مواد أخرى قد تدرس في بعض الجامعات وقد لا تدرس منها البيولوجي أو السيلف بيولوجي في بعض الأحيان يدرس هذا العلم بشكل منفصل وأحيان أخرى يدرس مع الهيستولوجي باعتبار أن جزء من الهيستولوجي جزء من علم الهيستولوجي يكون دراسة الخلية أي أن السيتولوجي جزء من الهيستولوجي في بعض الأحيان والسايتولوجي والسالبيولوجي تقريبا هما متشابهين يدرسان الخلية ولكن لكل منهما اهتمام معين ولكن يمكن أن يلتقي بنقطة واحدة أيضا في بعض الأحيان يكون لدي البايوستاتيستيكس الذي هو علم الإحصاء الأحياء على ما أعتقدها كذا يسمى بالعربي وأيضا يكون لدي مثلا الإبيديميولوجي الذي هو علم الأوبئة علم بطريقة معينة يصف الأمراض انتشار الأمراض أيضا يدخل فيه البايوستاتيستيكس بشكل معين وأيضا أحيانا يكون لدي مثلا علوم معينة مثل الميديكال فيزيكس الفيزياء الطبية هذه الأمور قد تختلف من جامعة إلى أخرى فمثلا أنا في جامعة بيروت العربية لم نتطرق لشيء اسمه الفيزياء الطبية الميديكال فيزيكس تطرقنا فقط لأناتومي هستولوجي سيل بايولوجي أو سايتولوجي فيزيولوجي باثولوجي فارماكولوجي بهذه الطريقة ولكن مثلا في جامعة الكوفة يوجد شيء اسمه ميديكال فيزيكس يوجد شيء اسمه الفيزياء الطبية وتدرس كورس كامل وهو الكورس الأساسي الموجود في أول فصل دراسي أول سمستر في كلية الطب في جامعة الكوفة أما بما يخص الكلينيكال ساينس فهذه أمور تتعلق بالجراحة تتعلق بالمانجمنت تتعلق بكيفية إدارة المريض أو المرض بشكل عام تتعلق بأمور من هذا القبيل تتعلق بأمور نحتاج أن نعلمها حين الذهاب إلى المستشفى حين ممارست أو مزاولة مهنة الطب داخل المستشفى تعتمد أكيد الكلينيكال ساينس على الميديكال بيسيك ساينس فالميديكال بيسيك ساينس لها أهمية كبيرة جدا في الكلينيكال ساينس فهما يكملان بعضهما البعض كطالب طب مرحلة أولى كيف أدرس على قناتك؟ أنا قمت حتى الآن بعمل عدة كورسات عدة دورات منها دورة أو كورس الميديكال فيزيكس الجنيرال أنوتومي الأبرلم البايو كامستري وإلى آخره من هذه الأمور جنيرال بايو كامستري يمكنك الاستفادة من قناتي حينما يكون لديك في الجامعة مثلا دراسة لأبرلم لديك كورس الأبرلم في هذه السنة في السنة الأولى مثلا أو في السنة الثانية بعض الكليات تأخذه في السنة الثانية منها كلية طب الكوفة فيمكنك أن تبدأ بالدراسة بهذا الكورس بشكل كامل وسيكون هذا الكورس بشكل كافي من أول فيديو إلى آخر فيديو سيصف لديك الأبرلم بشكل كامل بشكل كبير وأنا أستخدم عدة مصادر لا أستخدم مصدر واحد فقط أستخدم عدة مصادر محاولا إيصال المعلومة بطريقة جيدة وبطريقة مستساغة وبطريقة كافية في كلية الطب أحيانا لا تستطيع الاكتفاء بمصدر واحد وأقصد هنا ليس مصدر أي كتاب أقصد هنا مصدر للمعلومات مثلا في الجامعة تحتاج إلى أن تتعلم أمور معينة لا تستطيع أن تتعلمها على قناة اليوتيوب عندي مثلا ولكن أيضا بالمقابل هناك أمور معينة تتعلمها في اليوتيوب على قناة اليوتيوب عندي مثلا لا تتعلمها في الجامعة أيضا هناك أمور في المصادر لا تتعلمها في الكتب لا تتعلمها في الجامعة وليس أيضا على قناة اليوتيوب فبهذه الطريقة يجب عليك أن تجمع المعلومات من أكثر من مصدر أحيانا لكي تفهم فمثلا عندي أنا مثل ما قلت محاضرات الجنيرال أناتومي الآن الجامعة عندك تبدأ بوقت معين لا تستطيع أن تفهم الأمور لا تستطيع أن تبدأ قبل هذا الوقت في الدراسة بشكل جدي ولكن حينما تأتي إلى قناتي تجد أنها قد أكملت مثلا محاضرات المقدمة عن علم التشريح وبالتالي تكون متاحة لديك بأن تبدأ وتحاول اكتساب بعض المهارات قبل الدخول بشكل فعلي إلى كلية الطب وأيضا في بعض الأحيان لا يسأك أن تفهم من الجامعة مثلا تشريح الطرف العلوي فتأتي إلى قناتي مثلا لتجد 59 فيديو حتى الآن عن التشريح عن تشريح الطرف العلوي وأيضا 17 فيديو حتى الآن عن تشريح الطرف السفلي وأيضا قابل للزيادة هذه الفيديوهات ستزداد إن شاء الله في المستقبل فبهذه الطريقة تكون أنت قد استعنت بقناتي لفهم التشريح بشكل مختلف لا يسأ الجامعة أن توفر شرح للأبرلم بهذه الطريقة لا تستطيع الجامعة أن تنفق 59 ساعة مثلا أو 70 ساعة ربما قد تصل إلى 75 ساعة وأنا أعتقد أنها أكثر بكثير من 75 ساعة قد تصل إلى 100 ساعة في بعض الأحيان شرح عن الأبرلم لا تستطيع الجامعة توفير هذا الشيء هذا الشيء سيضخل على كهل الجامعة أيضا أن سياسة الجامعة ليست بهذه الطريقة الجامعة تريد أن تبين لك الطريق الذي تقوم أنت فيه بالدراسة طريقة الدراسة وليست أن تقوم بطرح المعلومات بشكل كامل عليك هي توجهك هي تقوم بالتوجيح والعمل يكون بالعادة عليك على عاتقك أما هنا في القناة ففي بعض الأحيان يكون العمل على عاتقي وعاتقك ليس عاتقك فقط فبهذه الطريقة أكون أنا قد ساعدتك بشكل كبير فهذا ما قد تستفاده من قناتي نتابع كطالب طب مرحلة أولى بماذا أستغل وقتي قبل دخول الجامعة في العطلة الصيفية مثلا كطالب طب مرحلة أولى وأيضا كطلاب طب بشكل عام ليس فقط للمرحلة الأولى برأي الشخصي لا يكفي فقط الدراسة أثناء الجامعة عليك أن تبدأ وتفكر بشكل فعلي بالدراسة أثناء العطلة الصيفية على الأقل لا لا تستغل كل العطلة الصيفية أستغل جزء من العطلة الصيفية سيكون هذا مهم جداً في العطلة الصيفية يكون لديك القدرة على إنفاق وقت أكبر بكثير من الوقت الذي تستطيع أن تنفقه في أثناء الدوام الرسمي على المصادر على سقل مهاراتك سقل المهارات واكتساب مهارات جديدة شيء جداً مهم جداً مهم جداً مهم جداً مهم في كلية الطريقة. طب في الدراسة بشكل عام الآن الطالب الذي يكتسب عدد من المهارات من سنة إلى أخرى يكون ذا مقدر أكثر على الحفظ على التذكر على الدراسة بوقت أقل فتكون الدراسة لديه بذكاء وليس فقط بجهد في بعض الطلاب يدرسون بشكل مكثف يدرسون لساعات ولكن تجد أن الناتج عندهم قد بيكون بمثابة ساعتان أو ثلاثة عند طالب فهم الموضوع بطريقة مختلفة وأدرك الموضوع بطريقة أعمق وأيضاً درسه بذكاء فبهذه الطريقة حين اكتساب مهارات جديدة حين اكتساب مهارات معينة قد تصل إلى نقطة أنك تقلل عدد ساعات الدراسة مع الاحتفاظ بنفس الناتج وقد يكون أيضاً الناتج الذي تأخذه من ساعتان وثلاثة مع المهارات أكثر بكثير من الناتج الذي تأخذه من عشر ساعات بدون أن يكون لديك بعض من هذه المهارات فمثل ما قلت سابقاً في هذا الفيديو يجب عليك أن تفكر أولاً في اكتساب المهارات فحينما تبدأ الدراسة مثلاً في الجنيرال أناتومي والجنيرال أناتومي أو المقدمة عن علم التشريح ليست مخصصة فقط لطلاب الطب هي مخصصة لأي شخص على وجه الكرة الأرضية يفهم اللغة التي أنا أستخدمها في هذه القناة يقول أنني أريد أن أدرس تشريح لا يهم من أي كلية كان لا يهم من أي بلد كان لا يهم من أي جامعة كان هذه الأمور كلها لا تهم المهم أنه فقط ذكر أنه يريد دراسة التشريح فبهذه الطريقة سيتوجه مباشرة إلى هذه الفيديوهات التي أنا عددتها على هذه القناة وستكون أكثر من كافية كبداية لدراسة التشريح وكبداية أيضاً في الدراسة الجامعية وبهذه الطريقة سيكون قد اكتسب جملة من المهارات وكمية من المادة العلمية ستساعده بشكل كبير في متابعة دراسته بشكل أفضل بكثير مما لو لم يتابع هذه الدورة أو مما لو لم يفهم ويتعلم ويستوعب أهمية اكتساب هذه المهارات كيف نتهيأ لدراسة الطب من حيث المصادر والكتب من حيث المصادر والكتب كطالب طب في المرحلة الأولى أنا شخصياً لا أحبذ الاهتمام بالمصادر بشكل مكثف أعود وأقول أن الاهتمام بدورة الجنيرال أناتومي بمحاضرات الجنيرال أناتومي شيء جداً مهم يفوق أهمية أي كتاب ويفوق أهمية أي مصدر في هذه المرحلة أو لطلاب المرحلة الأولى فدراسة المصادر بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى يجب أن تكون عبارة عن تعرف على المصادر عبارة عن محاولة اكتساب مهارة قراءة المصدر وليس أن أقوم بقراءة المصادر بشكل كبير وبشكل مكثف وأبدأ لأترجم مثلاً مصدر معين وأقوم بالدراسة بشكل فعلي من مصدر معين أنا لا أحبث صراحة هذه الطريقة أبداً وأعتبرها هدر للوقت أنت يجب عليك أن تفهم بالأول كيف تدرس المصدر وهذا الشيء يكون حينما تتعلم مثلاً محاضرات الجنرال أناتومي وتكتسب بعض المهارات من هذه المحاضرات ومن ثم تذهب إلى المصدر الذي قد تناول أيضاً محاضرات الجنرال أناتومي وتعود أن تقوم بقراءة المعلومات نفسها في المصدر وترى الطريقة طرح المحاضرات وطريقة أيضاً طرح المصدر لنفس المعلومات وأيضاً تلاحظ ما الشيء الذي أنا ركزت عليه مثلاً في هذه الطريقة سيكون لديك معرفة بماذا يجب أن تهتم حين الذهاب إلى المصدر وما هو الشيء الذي يجب أن يلفت انتباهك دون سواه ما هو مثلاً التشريح بماذا يركز التشريح بهذه المفاهيم هذه المفاهيم كلها ستنفعك أما أن تأخذ المصادر وتبدأ بدراسة المصادر بدون أن يكون هناك توجيه من اليوتيوب أو من شخص معين أو من الجامعة هذا الشيء أنا لا أحب ذهل لطلاب المرحلة الأولى بشكل قطعي كطالب طب كيف أبدأ بشكل صحيح لكي أكون متفوقاً طبياً تذكر المعلومات كيف أحصل على درجة عالية في التشريح وباقي المواد؟ الحصول على درجة عالية مناطب عدة أمور الأمر الأول وهو أن تحفظ وأن تستوعب وأن تستطيع أن تتذكر كل هذه المعلومات لأنك في كلية الطب ستتطرق لمعلومات كبيرة لمعلومات كثيرة من المؤكد أنك ستفقد جزء من هذه المعلومات فلكي تصل إلى هذه المرحلة إلى أن تصل أو إلى أن تحصل على درجات عالية يجب عليك أن تقاوم النسيان يجب عليك أن يكون لديك خطة تزيد فيها من إنتاجك مثل ما قلت تزيد فيها من مقدرتك على الحفظ بشكل سريع ومقدرتك على التذكر بشكل جيد فمن المؤكد أنه حينما تكون ذاكرتك ضعيفة وقدرتك على اكتساب المعلومة بطيئة فبهذه الطريقة من المؤكد أنه لن يكون لديك الوقت الكافي لدراسة كمية كبيرة من المواد فأنا أنصح وبشدة أن تركز على اكتساب المهارات وأن لا تدزع ولا تتكاسل أبدا من تطبيق شروط اكتساب هذه المهارات عليك أن تأخذ الأمور بشكل جدي وعليك أن تقوم ببعض التضحيات على ما أعتقد أنا شخصيا في بداية دراستك بالجامعة بشكل عام وليس حتى فقط في كلية الطب فمثلا أنا أريد أن أحترف دراسة التشرح علي أن أتعامل مع الأمور ليس على أساس أنني أريد اكتساب معلومة معينة أنا في بعض الأحيان أخذت بعض المعلومات عندي وقت أكثر بكثير من الوقت المخصص لها أو الكمية مثلا إذا كان الموضوع يتطلب ساعة واحدة أحيانا أنا أعطيه ساعتان أو ثلاثة ليس لأجل الموضوع نفسه فمثلا أنا حينما درست الهيب بون أحد عظام الجسم كان من الصعب عندي تصور الكيفية التي يوضع فيها هذا العظام في الاناتوميكال بوزيشن في الوضعية التشريحية للجسم الوضعية التي يجب علي أن أعود إليها حين وصف أي عضو في الجسم حين وصف أي شيء داخل الجسم البشري فأخذت وقت ليس بالقليل وقمت بإجبار دماغي على تصور الموضوع وكيفية تداخل هذه التراكيب مع بعضها البعض لكي تكون الهبس لكي تكون الحوض الحوض السفلي للجسم بهذه الطريقة لا أعلم إذا كنت أستخدم المصطلحات الأربية بشكل جيد فبهذه الطريقة أجبرت دماغي على أن يتبع سياسة معينة في فهم وتصور وحفظ المعلومات فأصبح لدي أنا دراسة الأناتومي شيء سهل شيء أستمتع به شيء بيأخذ مني وقت قليل ويعطيني ناتج كبير وكثير جدا أصبح الموضوع هو مجرد وقت ليس أكثر لم يعد محاولة في اكتساب مهارة أنا اكتسبت هذه المهارة اكتسبت القدر على الحفظ والتذكر والتصور وأيضا استنتاج بعض الأمور فبهذه الطريقة أصبحت الدرجة من المؤكد ستكون الدرجة وعلامة الامتحان عندي أكبر مما كانت عليه سابقا وذلك قد تم من خلال أنني أعطيت الوقت الكافي لاكتساب هذه المهارات هذا هو أسر ببساطة كيف أرسخ المعلومة في ذهني وأحافظ عليها في دماغي لأطول فترة ممكنة كثيرا ما يشبهون الدماغ على أنه عضل من عضلات الجسم وذلك لتوصيل الفكر لتبسيط الأمور لكي نفهم كيف نصل بالدماغ إلى مستويات أعلى مما اعتاد عليها الدماغ فمثلا حينما يكون بعضلة معينة قد تعودت على حمل وزن جسمك حينما تستخدم أوزان إضافية حينما تحمل على هذه العضلة أوزان أكثر من ما اعتادت عليه من المؤكد أن هذه العضلة ستنمو وستعطيك قدرات وستكتسب هذه العضلة مقدرة أكثر على حمل الوزن أما بما يخص الدماغ فلديه خاصية مشابهة لخاصية هذه العضلات فلنفترض الحالة الآتية أنت تعاني من الخمول تعاني من الكسل لا تقوم باستخدام دماغك بأي شكل من الأشكال سوى بالأمور اليومية الأمور الروتينية العادية التي لا تستخدم الدماغ بشكل كبير أيضا لو قارنت هذا الوضع بشخص يستخدم دماغه لفترات طويلة مثلا أن يكون جراح أن يكون مثلا شخص مثلا يعمل في التخطيط العمراني مثلا مهندس شخص يحتاج إلى الكثير يصرف الكثير من الوقت والجهد في حل المشاكل مثلا المؤكد أن هذا الشخص ستكون لديه قدرة أكثر منك على فهم المعلومة أو قدرة أكثر من هذا الشخص الذي يكون بالعادة خامل في الإنجاز بشكل عام فالدماغ هنا ننطلق من هذه القصص البسيطة ننتقل لنفهم كيف نرسخ المعلومة في الدماغ عليك أن تضغط على دماغك عليك أن تري دماغك أن الموضوع مهم والموضوع يجب عليك أن تحفظه ببساطة فمثلا حينما تقوم بدراسة معلومات معينة لنفترض هناك أشرة كلمات فقط أنا أريد أن أحفظها في ساعة واحدة فهنا الدماغ لا يريد الدماغ يحب أن يعتاد على الراحة هذه طبيعة الدماغ فحينما أنت تضغط عليه لكي يحفظ هذه العشرة كلمات سيحفظها ولكن سيحاول نسيانها فيجب عليك أن تعود بعد فترة بسيطة لكي تراجع هذه الكلمات وتصل بفكرة إلى دماغك أن الدماغ يجب عليه أن يحفظ هذه المعلومات لا يوجد هناك مهرب بهذه الطريقة سترسخ المعلومة أيضا لا يجب عليك أن تقرأ بدون تركيز أيضا التركيز شيء مهم وأنا تحدثت عن هذه المفاهيم الذاكرة والتركيز والتفوق وأيضا تنظيم الوقت هناك فيديوهات كاملة سأضع هذه الفيديوهات أعلى في هذه الآي التي تخرج وأيضا ستجد هذه الفيديوهات أسفل في الوصف بوقت هذا السؤال هل من الطبيعي أن أدرس شيء وأنساه بسهولة؟ يكون طبيعي في بداية الأمور في بداية الدراسة الجامعية في بداية الدراسة بكلية الطب ولكن لا يجب أن يستمر هذا الشيء يجب أن يكون هناك حلول وخطط لتخطي هذا الموضوع موضوع النسيان فحينما تحفظ كمية أكبر من المعلومات وحينما تعتاد على مراجعة هذه المعلومات وتعتاد على استخدام هذه المعلومات سيتلاشى النسيان شيئا فشيئا ولكن يجب عليك أن تتبع خطوات وطرق معينة لمقاومة النسيان لا يجب عليك أن تأتمد على أنه في المستقبل لن تبقى هذه الأمور اكتساب المهارات التركيز والحفظ وأيضا الذاكرة بعيدة البدا الذاكرة القوية هذه عبارة عن مهارات يجب عليك أن تسعى جاهدا لإكتسابها ليس أن تهملها أو تترك الموضوع إلى الصدفة أو إلى الوقت وهو سيتكفل بإكتسابك هذه المعارات أنا لا أؤمن بهذه الأمور أنا أؤمن بأنني حين أريد اكتساب مهارة علي أن أسعى علي أن أتعب علي أن أضع خطة حكيمة ومحكمة لكي أكتسب هذه المهارة كيف نرتب المواد من الأهم إلى الأقل أهمية؟ ترتيب المواد من الأكثر أهمية إلى الأقل أهمية يختلف من رأيي إلى آخر من شخص إلى آخر فمثلا أنا شخصيا في جامعة الكوفة في السنة الثانية كان لدينا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي وأيضا كان لدينا العلم النفس أو طب النفس فكان بهذه الطريقة كان هناك أربع مواد أنا رأيت أن الجهاز الهضمي هو من أهم المواد وذلك احتمادا على أمور معينة منها ضخامة المادة فأن الجهاز يعادل ما تبقى من المواد كانت المادة ضخمة جدا فهذا يؤكد على أهميتها أيضا مثلا كانت هذه بشكل عام مثلا في الريسبراتري سيستم أو الجهاز التنفسي هناك بالعادة التعامل مع عضو أو اثنان مثلا بالعادة يكون اللانغ التي هي الرئة وأيضا المجاري الهوائي فبهذه الطريقة فتقلص عدد الأعضاء بهذه الطريقة في مثلا في الجهاز الهضمي يكون لدي الأمعاء يكون لدي المعدة يكون لدي المري يكون لدي الكبد يكون لدي الأمور الأخرى مثلا الأغلفة والأخشية وتفاصيل أخرى تختلف بشكل كبير عن بعضها البعض أيضا يكون لدي كمية التفاصيل أصبح هناك شيء كثير فبهذه الطريقة حددت أن أهمية جي آي تي أهمية الجهاز الهضمي تفوق أهمية باقي المواد وكان للجهاز الهضمي عندي الوقت الأكثر والاهتمام الأكثر ومن ثم ذهبت إلى باقي المواد بهذه الطريقة بهذه الطريقة اعتمدت على هذه المفاهيم التي ذكرتها في أحيان أخرى مثلا حينما لا يكون التقسيم مثلا بهذه الطريقة لا يكون لدي مثلا الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والجهاز البولي ومثلا العلم النفس أو طب النفس لا يكون بهذه الطريقة يكون طريقة مختلفة مثلا أنا لدي تشريح ولدي فيزيولوجي لدي أناتومي ولدي فيزيولوجي المضاعف العظام مثلما قلت ولدي هستولوجي بماذا أهتم ما الأكثر أهمية هنا لا يوجد شيء أكثر أهمية من شيء آخر ولكن يوجد أولوية مثلا للأناتومي في العادة أو للتشريح يكون الأولوية له لأنني لا أستطيع أن أفهم الهستولوجي دون فهم الأناتومي لا أستطيع أن أفهم الفيزيولوجي دون فهم الأناتومي فيكون بهذه الطريقة الأولوية للتشريح فأنا شخصيا فأنا شخصيا مثلا حينما أتيت لدراسة الجهاز الحضمي كان لدي تشريح وكان لدي فيزيولوجي وأناتومي وفيزيولوجي وهستولوجي وباثولوجي هذه فقط كانت لدي في الجهاز الحضمي من المؤكد وضعت التشريح كأولوية وكمقدمة لكل هذه العلوم والسبب أنني لم أفهم التشريح لن أستطيع فهم الأمراض لن أستطيع فهم الباثولوجي لم أفهم الأناتومي لن أستطيع فهم الهستولوجي لم أفهم الأناتومي لن أستطيع فهم الفيزيولوجي فأصبحت الأهمية هنا ليست فقط أهمية كعلم كعلم هو مهم من المؤكد أن الباثولوجي مهم جدا ولكن أنا لن أستطيع فهم الباثولوجي دون فهم الأنتومي فأصبحت الأولوية في بادئ الأمر للتشريح بهذه الطريقة هذه الأمور التي أنا شخصيا أحكم بها وعلى ما أعتقد أن جميع الدارسين للطب يفهمون الأمور بهذه الطريقة ويحددون أهمية الأمور بهذه الطريقة لا أعتقد أن هناك شخص سيختلف معي بشكل كبير في جوهر بهذا الحكم على ما أعتقد كيف أحدد أي من المواد تحتاج إلى جهد كبير وأي منها لا يختلف كمية والنوع المجهود الذي تنفقه في مادة معينة منه المادة أخرى تختلف عن هذه المادة يختلف باختلاف أنت باختلافك أنت في بعض الأحيان يكون هناك أشخاص لديهم قدر عالي على الحفظ فيكون لديهم التشريح شيء سهل بعض الأشخاص يكون لديهم قدر على التصور الموضوع وهي مهارات مهمة عند دراسة التشريح فيكون التشريح شيء سهل بالنسبة لهم فهنا لا يحتاج إلى مجهود كبير يحتاج إلى مجهود أقل مما هو عليه عند طلاب آخرين ببعض الأحيان يكون مثلا الفيزيولوجي الفيزيولوجي ألم يعتمد على الفهم والاستيعاب فبهذه الطريقة يكون عند بعض الأشخاص الفهم والاستيعاب أكثر من غيرهم فبهذه الطريقة يكون فهم الفيزيولوجي ودراسة الفيزيولوجي بالنسبة لهم أسهل مما هو عليه في طالب آخر وأحيانا يكون العكس مثلا عند طالب معين لا يفهم مثلا كيف يدرس الكيمياء الحياتية فتأخذ الكيمياء الحياتية منه مجهود كبير مع أنها شيء سهل أنا أعتقد أن الكيمياء الحياتية شيء سهل لا تحتاج إلى مجهود كبير جدا عند بعض الطلاب يصل إلى درجة يقول أنني لا أفهم ولا أعلم كيف أدرس الكيمياء الحياتية وما الذي يجب أن أفعله في الكيمياء الحياتية عند بعض الأشخاص تكون الأمور بهذه الطريقة فهذا الشيء عمل المجهود يختلف من شخص إلى آخر يختلف أيضا بميول الأشخاص يختلف بمهارات الأشخاص مثل ما قلت بعض الأشخاص تليهم مهارة الحفظ مهارة قوية بعض الأشخاص تليهم مهارة الفهم مهارة قوية بهذه الطريقة تكلم عن تجربتك عند دخول كلية الطف في السنة الأولى أنا أعتقد أنني دخلت كلية الطف في المرحلة الأولى على مراحل ليس مرحلة واحدة فحينما دخلت إلى الجامعة اللبنانية كان هو أول تعامل مع العلم بلغة مختلفة كنت أنا في السادس الإعدادي في الثانوية الدراسة باللغة العربية وعند الانتقال إلى الجامعة اللبنانية أصبحت الدراسة باللغة الإنجليزية بهذه الطريقة أصبح لدي عاق اللغة ففي السنة الأولى بكلية العلوم في الجامعة اللبنانية وهي السنة التحضيرية لكلية الطف في هذه الجامعة كان هناك تعامل بشكل أساسي مع اللغة فحينما انتقلت إلى جامعة بيروت في كلية الطب سنة أولى طب هنا أصبح التعامل ليس مع اللغة لأنني قد تعاملت مسبقا مع اللغة أصبح التعامل مع المواد الطبية مع مصادر متفرقة فاكتسبت من الجامعة اللبنانية مهارة معينة واكتسبت من جامعة بيروت مهارة أخرى وحينما تابعت في جامعة بيروت قد اكتسبت أغلب المهارات التي أحتاجها لكي أتفوق في كلية الطب التفوق الذي أنا أفهمه وليس التفوق فقط في الدرجة وفي العلامات حينما عدت إلى بلدي في جامعة الكوفة وبدأت دراستي للطب من جديد أيضا اكتسبت بعض المهارات هناك مهارات لم أكن قد اكتسبتها في جامعة لبنانية أو جامعة بيروت فبهذه الطريقة فأنا أعتقد أن دخول كلية الطب عندي وتجربتي أيضا في السنة الأولى تجزأت إلى مراحل لم تكن في مرحلة واحدة لم تكن في السنة واحدة فأنا الآن من هذه التجارب الثلاثة أريد أن أنصح طلاب المرحلة الأولى أولا بالهدوء والصبر لا يجب عليك أن تتعجل الأمور لا يجب عليك أن تكون قلق ومثار ومنهار من أبسط الأمور عليك أن تصبر أنا واجهت هذا الشيء في الجامعة اللبنانية في بعض الأحيان وصلت إلى مرحلة الانهيار أنني لا أفهم ولا أستوعب ولا أستطيع أن أحكم على المستقبل مستقبلي في هذه الجامعة ولكن حين الصبر والتروي وكان لوالدي الأثر الكبير في هذا الموضوع وصلت إلى قناعة أنني حينما أصبر وحينما أفكر بالموضوع بعين العقل بأحكمة بتروي بهدوء أجد حلول لأصعب المشاكل فأنصحك بأن تتروى وتهدأ ولا تأخذ الأمور بشكل قلق وبشكل توتر وبشكل تأخذها على محمل كبير جدا عليك أن في بعض الأحيان عليك أن تستهين ببعض الصعاب أحيانا وعليك في بعض الأحيان أن تضخم بعض الأمور التي تجدها بسيطة فهذه الطريق أنك تهدأ وتفكر وتستوعب وتتبصر في الأمور هي شيء مهم جدا لبداية أي حياة لبداية أي عمل أي تجربة جديدة بشكل عام ليس حتى فقط في الدراسة هل تفضل نظام الكورسات النظام الكلاسيكي أم الموديول أولا يجب علينا أن نفرغ ما بين نظام الكورسات أو نظام الكلاسيكي ونظام الموديول أو النظام التكامل لبعض الأحيان يسمونه النظام التكاملي أنا قمت بأعداد فيديو مسبقا عن كل هذه الأنظمة عن النظام السنوي والنظام الكورسات ونظام الموديول ونظام المقررات وكل هذه الأنظمة أعدت فيديو كامل عن هذه الأمور مدته كانت 40 دقيقة تستطيع أن تجد هذا الفيديو أعلى في هذا المقترح وأيضا تجده أسفل في الوصف فبشكل مختصر نظام الكورسات يقوم مثلا بالتعامل مع التشريح يأخذ التشريح بشكل كامل فيدرس التشريح من الألف إلى الياء ويعود ومن ثم إلى التعامل بطريقة منفصلة وبكورس مفصل مع الفيزيولوجي الذي هو علم وظائف الأعضاء لا يكون هناك ربط لا يكون هناك إنتيجريشن تكامل ما بين التشريح والعلم وظائف الأعضاء هذا النظام وهذه الطريقة متبعة في نظام الكورسات ولكن حينما نأتي إلى نظام الموديول الذي هو نظام تكاملي نظام يقسم أجهزة الجسم مثلا يأخذ الجي اي تي مثل ما ذكرت في أحد الأسئلة يأخذ الجي اي تي الذي هو الجهاز الهضمي فيأخذ كل شيء عن هذا الجهاز يأخذ الأنتومي والفيزيولوجي والهيستولوجي والباثولوجي وأحيانا بعض الأمور السريرية يأخذ أيضا كلينيكال في هذا الموديول فبالنهاية تصبح للطالب فكرة يكتسب الطالب ويكون في تصور الطالب فكرة ليست بالقليلة عن كل شيء يدور حول الجهاز الهضمي بهذه الطريقة تكون القصة قد اكتملت عند هذا الطالب أما في نظام الكورسات فالموضوع مختلف فيدخل دكتور معين يعطيك محاضرة عن التشريح دكتور آخر يعطيك محاضرات عن الفيزيولوجي تختلف لكل علم أصبح توجه مختلف أما في نظام الكورسات فلم تكتمل القصة فأخذت أنت الأناتومي ومن ثم أخذت الفيزيولوجي بشكل منفصل لم يكن هناك ولن يكن هناك ربط ما بين هذين العلمين أما في نظام الموديول لا سيكون هناك ربط وسيكون هناك نقطة أنت تريد أن تصل إليها في نظام الموديول وهو فهم واستيعاب كل شيء عن الجهاز الهضمي لكي تصل إلى استنتاج معين ولكي تصل إلى مفهوم وتتولد في ذهنك تصور لأمور معين أما في نظام الكورسات مثل ما قلت فلن يكون هناك هذه الأمور سيكون التركيز على فهم التشريح وحفظ التشريح بطريقة منفصلة ومن ثم في بعض الأحيان أنت تنسى التشريح بشكل عام وتعود لدراسة الموضاف الأعضاء بطريقة مفصلة وبوقت مختلف وبالتالي لن يكون هناك ربط وتكامل ما بين العلوم وقد تطرقت لهذا الشيء بطريقة تفصيلة مثل ما قلت في فيديو الأنظمة الدراسية أما ماذا أفضل أنا؟ من المؤكد أنني أفضل النظام التكاملي أو نظام الموديول هل الطب صعب جدا لدرجة أن احتمال الفشل فيه عالي جدا؟ الكثير يقول ذلك أنت ماذا تقول؟ أولا أنا لا أعتقد أن الطب صعب جدا هذا أولا ثانيا لا أعتقد أن احتمال الفشل كبير في الطب هذه الأمور أنا لا أعتقدها ولكن أنا سأصور الموضوع وأشبه الموضوع بطريقة معينة الطب ليس بالشيء الصعب أنا لا أعتبره شيء صعب ولكن حين حمل الحقيبة معينة مهما كانت هذه الحقيبة خفيفة الوزن ولكن ستحملها لفترة طويلة ستحملها لأيام مثلا لأيام متواصلة ستكون هذه الحقيبة خفيفة ولكن حملها لأيام متواصلة ولساعات متواصلة هذا الشيء هو الثقيل الثقل ليس في الحقيبة وإنما الثقل في المدة التي يجب عليك أن تحمل الحقيبة خلالها ففي الطب لا أعتقد أن المسألة بصعوبة المواد مثلا أن المواد صعبة ومعقدة ومستحيلة أنا لا أعتقد هذا الشيء لكل مادة هناك مهارات معينة يجب عليك اكتسابها ستسهل عليك الحياة كلها حياة الطبية كلها ستسهل بعض الطريقة ولكن المواد الطب مواد كثيرة يعني حين التخرج مثلا من كلية الطب لمدة 6 سنوات أنا أعتقد أنني أنا شخصيا حينما سأتخرج من كلية الطب لمدة 6 سنوات فسأقول في داخل نفسي أنني الآن سأبدأ بدراسة الطب بهذه الطريقة المواد كثيرة وكثيفة وضخمة ويجب عليك أن تحفظ الكثير من الأمور وتتضرق للكثير من الأمور من الممكن أن تكون هناك معلومة قد غفلت عنها تتسبب في عمل مثلا تعقيدات في عملية معينة أو عند مريض معين أو من الممكن أن تكون هناك معلومة صغيرة قرأتها بمنشور معين مثلا على الإنترنت مثلا فهذه المعلومة بقيت في ذهنك وبالنهاية أدت إلى الحفاظ على حياة مريض على أنقاذ حياة مريض بهذه الطريقة فالمسألة صعوبة الطب هي في أهمية مواصلة الدراسة والقراءة الكثيرة يجب عليك أن تقرأ الكثير ولكن كمعلومات طبية كمادة فأن صعوبتها ليست بشيء كبير فأنت لا تحمل حقيبة ثقيلة لفترة طويلة أنت مجرد تحمل حقيبة ليست بحقيبة ثقيلة ولكن تحملها لمدة طويلة يختلف الحال عن ما هو عليه مثلا في الهندسة في بعض المواد في بعض الاختصاصات تكون الحقيبة ثقيلة جدا ولكن حملها يكون لساعات بسيطة بهذه الطريقة فأنا أقول أن الطب ليس صعب إذا أنت كسبت المهارات المناسبة والمهارات المطلوبة وأيضا اتبعت الطرق الصحيحة سواء كان في الدراسة أو في نظامك اليومي بشكل عام وأنت في كلية الطب هل نظام الدراسة بكلية الطب هو الذي يحدد تفوق ونجاح الطبيب بالمستقبل؟ الذي يحدد تفوق ونجاح الطبيب بشكل عام هو مثابرة الطبيب على التعلم والاجتهاد ومثابرة الطبيب على أو مثابرة طالب الطب مبدئيا بإعطاء من نفسه القدر الكافي لكي يكتسب المعلومات والمهارات وأيضا يجب عليه أن يكون منفتحا لجميع المعلومات وجميع مصادر المعلومات هذا الشيء مهم جدا لكي يصبح الطبيب متفوق أو يصبح مبدئيا الطالب متفوق كي يؤدي إلى طبيب متفوق ولكن هل نظام الدراسة هو الذي يحدد نجاح أو فشل الطبيب؟ لنأخذ المثال الآتي لدينا نظام الكورسات نظام الكورسات يقوم فيه الطبيب بدراسة التشريح ودراسة المضاء في الأعضاء ودراسة الكيمياء الحياتية ودراسة الأمراض لكل منها بطريقة منفصلة لا يكون هناك نقطة تجتمع فيها هذه المواد حسب النظام لا يركز النظام على نقطة معينة يجمع فيها هذه المواد ولكن تأتمد على الطالب نفسه تأتمد مثلا في المستقبل طالب نظام الموديول وطالب نظام الكورسات سيلتغيان في المستقبل ومن المحتمل أن يتفوق أحدهما عن الآخر دون أن يكون هناك أهمية للنظام مثلا من المحتمل أن يكون هناك طالب في نظام الكورسات يتفوق وبشكل كبير على طالب نظام الموديول وأيضا من المحتمل أن يكون هناك طالب في نظام الموديول أيضا يتفوق على طالب في نظام الكورسات فهذا الشيء لا يعتمد على نظام نفسه فبالنهاية حينما تصبح طبيب أنت ستقوم بالتفكير سيكون تفكيرك معتمد على عمل الانتغريشن على عمل بطريقة تكاملية فأنت لن تفكر فقط لن تستخدم التشريح فقط بتشخيص مرض معين ولن تستخدم مثلا الفيزيولوجي بفهم مثلا تركيب أو لفهم مرض معين لن تستخدم فقط علم واحد أنت بشكل طبيعي وبشكل تلقائي ستستخدم كل هذه العلوم ولكن طالب نظام الموديول يتعلم منذ دخوله لكلية الطب منذ أول سنة يتعلم كيفية ربط العلوم مع بعضها البعض فتصبح لديهم مهارة وقدرة أكثر في التفكير والتحليل والاستنتاج والتفكر في الأمور التي يدرسها وهذا الشيء قد يفتقد له طالب نظام الكورسات ولكن مثل ما أقول في نهاية المضاف عند التخرج من كلية الطب وحين العمل بالمستشفى فسيلتقيان هذان الطبيبان وسيكون هناك نقطة تلتقي فيها جميع المعلومات سواء كان في نظام الموديول أو نظام الكورسات كيف أتخطى حاجز اللغة؟ هناك فيديو قد قمت بإعداده مسبقا ما يقرب الساعة والنصف تحدث فيها عن كثير من الأمور لم أركز فقط على دراسة اللغة وتخطي حاجز اللغة ركزت على بعض المفاهيم هذا الفيديو أنا أعتبره هو الأساس شرحت في الطريقة التي أنا أعتمد عليها وأعتمد عليها أيضا في حفظ أو تخطي حاجز اللغة وحفظ الكلمات الجديدة وحتى الكلمات السابقة تقريبا كل ما لدي من مخزون لغوي قد قمت بحفظه بهذه الطريقة ولكن لأن الفيديو طويل فسأقوم بتلخيص الموضوع بشكل سريع يجب عليك أولا أن تضع في ذهنك أن موضوع اللغة يحتاج إلى اهتمام خاص منفصل عن اهتمامك في الطب مثلا في العلوم الطبية فاللغة شيء منفصل والعلوم الطبية أيضا شيء آخر فتأتي أنت مثلا إلى نص معين في اللغة الإنجليزية تقوم بقراءة هذا النص فتلاحظ وجود عدد من الكلمات التي الغريبة أو التي لم تحفظها مسبقا أو التي بحاجة إلى التعامل بشكل خاص فأنت تقوم بأخذ هذه الكلمات ووضعها في دفتر معين وتقوم بدراسة هذه الكلمات بشكل منفصل ولكن أنا أحبذ أيضا أن تحفظ هذه الكلمات وتعود لنفس النص التي ذكرت في هذه الكلمات لأجل وصول إلى معنى أعمق لهذه الكلمات وبالتالي تكون أنت قد حفظت هذه الكلمات وحفظت استخدام هذه الكلمات وأيضا أؤكد على أن الحفظ لا يكون فقط للكتابة يجب عليك أن تحفظها بحيث تصغي لها اللفظ الصحيح وتقوم بلفظها بالطريقة الصحيحة وأيضا من المهم جدا أن تعود لتراجع هذه المعلومات أو هذه الكلمات بين فترة وأخرى هذا الشيء جدا 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 مهم فيكون لديك أسبوعيا مثلا أو يوميا في بعض الأحيان أنا شخصيا كنت يوميا أراجع كل الكلمات التي قد حفظتها مثلا في آخر أسبوع بهذه الطريقة فبهذا السيستم وبهذا النظام لدراسة اللغة الإنجليزية ستصل إلى مستويات عالية وستحفظ كمية كبيرة من الكلمات وأيضا يجب عليك في بعض الأحيان أن تضع ورقة بيضاء وتأخذ بيدك قلم وتقوم بكتابة كمية من الكلمات التي أنت قد حفظتها في آخر مثلا ثلاث أيام بهذه الطريقة هذه أيضا ستساعدك بشكل كبير على سق المهارات الذاكرة زيادة الذاكرة وزيادة القدر على الحفظ وأيضا زيادة المقدرة على التعلم تعلم شيء جديد بشكل سريع سرعة في التعلم وأيضا تساعدك على إتقان إلى حد ما كل كلمة بشكل منفصل وأيضا ستتخطى حاجز اللغة الإنجليزية بشكل أسرع بكثير لو تركت هذه الكلمات تمر عليها مرور الكرام مرور لمدة يوم واحد أو مرور مرة واحدة تعتقد أنها ستبقى في ذهنك إلى الأبد هذا الشيء ليس حقيقي يجب عليك أن تتعب وتتعذب في دراسة اللغة لكي تصل إلى النقطة التي أنت تريدها من اللغة ولكن بمرور الزمن ستزداد قدرتك على الحفظ وقدرتك على التذكر لن يكون هناك حاجة وضرورة لاستخدام نفس الطريقة من المحتمل أن تمر على مسامعك كلمة واحدة تبقى في ذهنك إلى الأبد أحياناً بهذه الطريقة فبمرور الزمن ستكتسب مقدرة على الحفظ والتذكر بشكل كبير ولكن في بادي الأمر بداية الأمور بالعادة تكون صعبة فعليك أن تقوم بها بهذه الطريقة كيف أترجم النصوص في اللغة الإنجليزية في الكتب الطبية وغيرها من الكتب؟ أنا شخصياً لا أحبذ الترجمة النصية لكامل النص أن تقوم بنسخ ولسق كامل النص لكي تحصل على الترجمة أنا شخصياً لا أحبذ هذه الطريقة أنا أحبذ الترجمة المنفردة ترجمة كل كلمة على حدة وذلك لكي تتمكن من ربط الأمور باستخدام قدراتك باستخدام مهاراتك من المؤكد أنك حينما وصلت إلى المرحلة الجامعية ودخلت إلى الجامعة من المؤكد أنك قد تعاملت مع اللغة الإنجليزية هذا ليس أول تعامل لك ولكن قد يكون التعامل السابق عندك مع اللغة الإنجليزية يتعامل ليس بالشكل الصحيح فتحتاج إلى إعادة هيكلة كل شيء تقريباً يخص اللغة الإنجليزية ويخص أيضاً مهاراتك في التعلم بشكل عام بعض الأشخاص محتاجين إلى هذه النقطة فاستخدم برامج ترجمة قد تختلف من شخص إلى آخر أحياناً بعض الأشخاص يستخدمون القواميس الورقية لا يحتاجون إلى قواميس في الهواتف مثلاً يحتاجون لقواميس ورقية فيكون أكثر من كافي عندهم ترجمة النصوص بهذه الطريقة فلا أنصح أبداً مثل ما قلت أن تكون الترجمة حرفية والترجمة للنصوص أنا أحب أن تكون الترجمة للكلمات فقط هل تنصح بدخول معاهد تقوية وتدريس اللغة الإنجليزية قبل دخول كلية الطب؟ كإجابة شديدة الاختصار على هذا السؤال فأنا لا أنصح بدخول هذه المعاهد قبل دخول كلية الطب والسبب في ذلك أنك لا تحتاج إلى المأهل لكي يقول لك مثلاً أقرأ كثير من الكتب يجب عليك أن تقرأ القراءة شيء جداً مهم لهناك أدت عدد من المهارات في تعلم اللغة الإنجليزية منها تعلم القراءة وهذا شيء جداً مهم وهي من أهم المهارات التي أنت تحتاجها كطالب طب تنتقل من المدرسة التي كانت تدريس فيها والدراسة فيها بشكل عام في اللغة العربية انتقلت إلى الجامعة التي يكون الدراسة فيها باللغة الإنجليزية وهذا الحال يحدث مثلاً في بلدان مثل العراق فبهذه الطريقة أنت محتاج إلى القراءة تحتاج إلى القراءة وهذا الشيء أنت ستقوم به شئة أم أبعد ستقوم به وبشكل كبير وكثير فهذه أول نقطة أما النقطة الأخرى فيجب عليك أن تستمع تستمع بشكل جيد وهذا أيضاً ستقوم به وبشكل كبير في كلية الطرف فسيكون طبعاً يعتمد هذا على الدكتور مثلاً ويعتمد على نظام الجامع بعض الجامعات يكون الحديث فقط في اللغة الإنجليزية ولكن لا يطالبون بالعادة الطالب بالحديث باللغة الإنجليزية فيكون الدكتور مثلاً أو المحاضر يشرح في اللغة الإنجليزية ولا يشرح جميع المصطلحات يستخدم مصطلحات عربية ومصطلحات إنجليزية في بعض الأحيان هذا أنا أتحدث عن الحال في العراق بهذه الطريقة فلا أعتقد أن هناك حاجة لدخول المعاهد أنت محتاج إلى مجهود شخصي كل ما محتاجه أنت أن يقول لك شخص قم بهذا وقم بهذا وأنا أقول لك الآن أنا أقول لك اقرأ القراءة ستنفعك بشكل كبير احفظ ركز على جمع وتكوين مخزون لغوي كبير هذا شيء جداً مهم وركز على القراءة قراءة النصوص وفهم واستيعاب النصوص هذا ما أنت محتاج إليه ولكن إذا كنت مصر على اتباع دورة معينة فهناك الكثير من الدورات على الإنترنت هناك شخص أو قناة اسمها The American English في اللغة الإنجليزية سأضع رابط القناة وأيضاً رابط التطبيق على الآيو اس والأندرويد سيكون شيء جداً جميل وشيء جداً لطيف اتباعك لهذا الشخص الذي يقوم بالمسؤول عن هذه القناة وهذه التطبيقات بشيء جداً مهم وستكتسب معلومات ليست بالقليلة إذا أحببت أن تعتمد على هذه الدورات وهو شيء مهم أنت تحتاج إلى هذه القنامات لكي تقوي وتسقل اللغة الإنجليزية ولكن كطالب طب كدخول أولي كطالب يدخل إلى الجامعة فأنت محتاج إلى التركيز على مجهودك وليس على دخول معاهد وأن تحضر فيديوهات مختصة في اللغة الإنجليزية يجب عليك التركيز على مجهودك على أخذ جملة وأخذ كمية من الكلمات والقراءة بكميات إلى حد ما متواصلة ليس بالشرط أن تكون كبيرة الشرط أن تكون متواصلة هذا فقط الذي أنت محتاج إليه هناك بعض الطلاب يقولون أنني سأأجل دخولي إلى الجامعة سأترك سنة من حياتي وأذهب إلى دراسة اللغة الإنجليزية فقط ليس هناك داعي لهذا الشيء أبدأ بدراسة الطب ستحل هذه المشكلة بالمستقبل عليك فقط أن تعطي من يومك جزء بسيط مثلا أن تحفظ أشر كلمات في اليوم سيكون جدا كافي هل تنفعني كورسات اللغة الإنجليزية بكلية الطب أو أنني سأتعامل مع لغة مختلفة لغة طبية في الحقيقة أن اللغة الإنجليزية شيء مهم أنت لن تتعامل مع لغة مختلفة تماما أنت ستطرق لمصطلحات اللغة هي لغة إنجليزية ولكن المصطلحات ليست مصطلحات إنجليزية مثلا حينما أقول لك أنا لا أستخدم هنا لغة إنجليزية أنا أستخدم هنا مصطلح طبي فأنت ستتعامل مع مصطلحات طبية ولكن تحتاج إلى اللغة الإنجليزية أيضا أن هناك تعامل مع اللغة الإنجليزية ولكن للإجابة على هذا السؤال بشكل خاص فهل أحتاج أنا إلى كورسات اللغة الإنجليزية مثل ما قلت في السؤال السابق لا تحتاج أنت إلى كورسات أنت تحتاج إلى مجهود تحتاج إلى بذل مجهود ووضع خطة على مدى ليس أقل من ثلاث أشهر مثلا أنا شخصيا بمدة ثلاث أشهر تبعت نظام معين وأعتقد أنني سيطرت على الموضوع بشكل ليس بالقليل بمدة ثلاث أشهر لم أحتاج أكثر من هذا شخصيا صراحة ولكن يبقى أكيد أنني أتعلم كلمات جديدة يوم عن يوم عن سنة عن سنة أكيد من المؤكد أنني سأبقى أتعلم ولكن عليك أن تبدأ في البداية بعدد من الكلمات ليس عليك أن تحفظ في اليوم خمسون كلمة أو تحفظ كل ما ستقابله من كلمات ضع خطة مثلا أنني أحفظ في اليوم عشرة كلمات وأخصص وقت من اليوم لمراجعة جميع الكلمات التي حفظتها في الأيام السابقة مثلا بهذه الطريقة ستفي بالغرض وستتقدم ولن تحتاج لا إلى كورسات ولا إلى معاهد ولا إلى اهتمام أكثر من هذا في اللغة الإنجليزية في بعض الأمر في المستقبل حينما تريد أن تطور من لغتك تطور من مهاراتك في الحديث في التحدث باللغة الإنجليزية فهذا الشيء ستحتم فيه بشكل منفصل في المستقبل سيكون مهارة إضافية ليس لها علاقة في كلية الطب أي برنامج ترجمة تفضل؟ أنا أفضل جوجل ترانسليتر ستجدون الرابط أسفل في وصف هذا الفيديو سواء كان لنظام الآيو أس أو نظام الأندرويد ولا أعتقد أن هناك حاجة لبرنامج ترجمة آخر برنامج الجوجل ترانسليتر شيء مهم لأن الـ Database الموجودة عند جوجل تكون بشكل كبير كمية ضخمة من المعلومات وأنا أحتاج ليس فقط إلى اللفظ واللفظ جيد ولا أحتاج فقط إلى الترجمة في اللغة العربية أنا أحتاج أيضا إلى تعريف في بعض الأحيان فهناك في جوجل يضع بعض يضع تعريف للكلمة يقوم بشرح السطر أو سطران أحيانا عن كلمة واحدة فقط فهذا الشيء أنا شخصيا أحتاجه فأنصح في الـ Google Translator ما هي المصطلحات الطبية وكيف أتعامل معها باحتراف؟ في الطب هناك لغة طبية خاصة تستخدم لوصف كل شيء تقريبا في الجسم البشري من Structures من Movements من Movements أقصد فيها حركات حركات الجسم أيضا توصف لها مصطلحات طبية خاصة أيضا تراكيب الجسم لها مصطلحات طبية خاصة أيضا الـ Conditions الأمور التي تحصل أو الحالات التي تحصل في الجسم أيضا لها حالات أو لها مصطلحات طبية خاصة فالمصطلحات الطبية ببساطة هي اللغة الطبية اللغة التي يستخدمها الطب لوصف الجسم البشر والأمور المتعلقة به من حالات من ظروف معينة من حركات وإلى آخره من هذه الأمور أما كيف أتعامل معها باحتراف؟ أنا شخصيا لا أعتقد أن هناك داعي لدراسة المصطلحات الطبية بشكل منفرد فأنا حين أدرس مثلا الأناتومي فأنا أتعامل مع المصطلحات الطبية حينما أدرس التشريح أنا بشكل مباشر أو غير مباشر أتعامل مع المصطلحات الطبية فلا داعي إلى أن يكون هناك سلسلة أو هناك مثلا مادة تدعى بالمصطلحات الطبية أنا أحتاج إلى محاضرة واحدة فقط أو محاضرتين أنا على هذه القناة خصصت محاضرتين للمصطلحات الطبية المحاضرة الأولى كانت بعنوان Medical Terms أو Medical Terminology وكانت عبارة عن أول محاضرة بالمصطلحات الطبية والمحاضرة الثانية كانت مخصصة للمصطلحات التشريحية ولا أعتقد أن هناك داعي لأكثر من هذا طريقة دراسة المصطلحات الطبية والمصطلحات التشريحة المصطلحات التشريحية هي جزء من المصطلحات الطبية فببساطة تكون على أساس أنني أدرس مثلا التشريح هذا سيكون كافي أدرس مثلا الباثولوجي هناك ستجد في المصادر مصادر الباثولوجي مصادر علم الأمراض كل المصادر الطبية ستجد أن هناك تطرق للمصطلحات الطبية ليس بشكل مباشر ولكن لن يكن هناك موضوع في المصادر مثلا هذه المصادر مصدر التشريح لن يكن هناك موضوع يدعى مثلا المصطلحات الطبية أو يكون هناك موضوع ضخم لهذا الشيء أنت ستتعامل معه بشكل تدريجي لن تشعر أن لديك محاضرات في المصطلحات الطبية ولكن في الحقيقة أنت تتعامل معكم هائل من المصطلحات الطبية أما للأشخاص الذين يكون في النظام الجامعي أو في برنامج الجامعي لديهم مصطلحات طبية فأنا تطرقت هذا الموضوع أيضا في محاضرة الميديكال تيرمز وذكرت كتابين الكتاب الأول للميديكال تيرمز أو الميديكال تيرمينولوجي والكتاب الآخر هو عبارة عن غلوسري غلوسري للإختصارات الطبية فمثل ما نلاحظ هذا الكتاب الذي هو ميديكال تيرمينولوجي لانجوج فور هيلث كير هذا مثل ما نلاحظ هذا الكتاب أنا برأي الشخصي هذا الكتاب جيد جدا ومفيد جدا ولكن سنصرق لما هو استخدامه بعد قليل مثل ما نلاحظ أن هذا الكتاب مقسم إلى several chapters كل chapter يتطرق بموضوع معين مثل نلاحظ chapter 7 the respiratory system هنا سيكون شيء خاص لمصطلحات respiratory system هنا مثلا المسكولوسكليتال مسكولوسكليتال system مصطلحات خاصة فقط للمسكولوسكليتال system أو اللوكوموتر system فمثل ما نلاحظ يتطرق لبعض المفاهيم ومن ثم يدخل في تفاصيل كثيرة مثل ما نلاحظ ويشرح نوعا ما يشرح الأشياء لا يتطرق فقط إلى المصطلحات يعطي معلومات طبية وذلك لربط الأفكار مثل ما نلاحظ هذا الكتاب يشرح الأمور ويتطرق إلى المصطلحات الطبية ويصنف ويتعامل بشكل جيد مع المصطلحات ووضع الprefix والsuffix وكثير من التفاصيل مثل ما نلاحظ هنا يصبح لدي الأمور لكي يفسر ويعطي definition لكل مصطلح بشكل منفرد مثل ما نلاحظ أنا هذا النوع من الكتب لا أعتقد أنه يجب أن نقرأه بشكل يعني أننا نأخذ هذا الكتاب وندرسه من الغلاف إلى الغلاف لا أنا لا أعتقد أن هذا الشيء يجب أن يحصل بهذه الطريقة لأنني ببساطة أحتاج إلى معرفة أكثر من هذه التفاصيل وأيضا ليس هناك حكمة من حفظ الابروفيشنز ومعاني المصطلحات قبل دراستهن بشكل صحيح فهذا النوع من الكتاب أنا أعتقد برأيي الشخصي أنه يجب أن تعامله كدكشيناري يفسر بعض المصطلحات التي تعجز عن فهمها في بعض الأحيان وأنا شخصيا لم أواجه أبدا مشكلة في فهم المصطلحات عند دراستي في المصادر لأن ببساطة المصادر تفسر المصطلحات لا يمكن أن يقول لك هايبو بروتينيميا دون أن يفسر لديك المصطلح يفسر لك ماذا يعني هايبو ماذا يعني إيميا ويفسر الموضوع بشكل جيد ويكون هناك مواضيع كثيرة لشرح هذا المصطلح وربط المفاهيم مع بعضها البعض فلا أعتقد أن هذه الكتب تدرس بطريقة أنك تأخذ الكتاب وتدرسه من الغلاف إلى الغلاف الطريقة الأمثل لدراسة هذه الكتب برأيي الشخصي حين الحاجة إليها تأتي لها فهذه الكتب هنا لديها بالنسبة لي أنا استخدامي الشخصي لها لها وظيفة بالنسبة لي وظيفة مهمة جدا في بعض الأحيان مثل ما نلاحظ أو مثل ما سنلاحظ لا أعرف كيف سنلاحظ ولكن لنذهب إلى مثل ما نلاحظ هنا هنا أصبح لدي الاندكس هنا أصبح لدي الاندكس ما هذا الاندكس؟ في هذا الاندكس سيكون لدي كل المصطلحات التي وردت في هذا الكتاب حتى السفكس والبريفكس هنا سيتطرق لها وسيضعها مثل ما نلاحظ في هذا الترتيب هذا أشبه بالقاموس إذا استخدمتم أنا لا أعلم كان هذا الجيل الذي سيحضر هذه المحاضرة سيستخدم القاموس العادي أو لا لا أعلم ولكن القاموس الإنجليش الذي كنا نستخدمه لتفسير الكلمات باللغة العربية من الإنجليش إلى اللغة العربية نقوم بالبحث على الطريقة الأبجدية فهذه نفس الطريقة ستكون أيضا مثل ما نلاحظ هذا الكتاب خاص بالmedical abbreviations فهذا سيمثل هنا مثل ما نلاحظ هذا كل abbreviation أيضا مقسم على الطريقة الأبجدية وسيكون التعامل معه بنفس الطريقة السابقة كما تطرقت قبل قليل سيكون أكثر من كافي فطريقة التعامل ببساطة أنني أعتبر هذه الكتب عبارة عن قواميس حينما أحتاج إلى القاموس أذهب ولكن بالعادة أنت لا تحتاج أنا شخصيا درست في المصادر المصادر التي تتعامل بشكل كبير مع المصطلحات الطبية فأنا أتعامل مع مصادر طبية من الشيء الطبيعي أن يكون هناك الكثير من المصطلحات الطبية ولم أحتاج أبدا لأن أذهب إلى كتاب مخصص للمصطلحات الطبية تعاملت مع الكثير من المصادر لم أحتاج إلى كتاب المصطلحات الطبية ولكن الحاجة الوحيدة برأيي الشخصي أنا الحاجة الوحيدة التي من الممكن أن تكون في بعض الأحيان ضرورية هو حينما أسمع أنا مصطلح جديد لا أعرف مثلا أسمع مصطلح أكلاجيا أكلاجيا أنا لا أعلم هذا المصطلح أين أجده أجده مثلا في كتب الباثولوجي في كتب الفيزيولوجي في كتب الأناتومي مثلا في كتب البويكامستري مثلا أنا لا أعلم أين أجد هذا المصطلح فأذهب إلى كتاب خاص هذه الطريقة الاحترافية ولكن أنا شخصيا أستخدم الجوجو ترانسليتور فأفهم ما معنات أكلاجيا ومن ثم أذهب إلى المصدر المخصص الذي من المحتمل وفي بعض الحمل المؤكد أن يصف الأكلاجيا بشكل جيد ولكن الطريقة الاحترافية أنني أذهب إلى أحد الكتب المخصصة للمصطلحات الطبية الميديكال تيرمينولوجي وأبحث في الإندكس في الإندكس هو عبارة عن قاموس في الحقيقة أشبه بالقاموس يأخذك إلى الكلمة فتبحث مثلا مثلا تبحث في القاموس هناك حرف A أكلاجيا ستكون في الحرف A وأيضا ستبحث عن الأكلاجيا وتجد الصفحة التي ذكرت فيها الأكلاجيا في هذا الكتاب ومن ثم تذهب إلى تلك الصفحة وتفهم ما هي الأكلاجيا بسطور بسيطة وبعد ذلك ستنتقل إلى مصادر تدرس الأكلاجيا بشكل تفصيل أكثر والأكلاجيا هي ببساطة يكون هناك تضيق في المريء وما يؤدي إلى عدم القدر على البلع أو صعوبة في البلع فلا يدخل الطعام أو الشراب أحيانا إلى المعيدة هذه ببساطة فأنت تأخذ فقط هذه الفكرة ومن ثم سيكون موجود في ذهنك أنك إلى أين أو أي من المصادر تستخدم لكي يكون لديك معلومات كافية ووافية عن الأكلاجيا فأنا شخصيا أول مرة سمعت فيها الأكلاجيا كان في مصدر الفيزيولوجي أخذ بعض الأفكار عن الأبنورماليتيز التي ممكن أن تحصل في الجي آيتي ومن ثم تطرقنا لها في الباثولوجي بشكل إلى حد ما أكثر تفصيلا وهكذا كانت بهذه الطريقة سأترك جزء من الفيديو هنا في هذا الفيديو لكي يوضح الموضوع بشكل سريع ويمكنك أن تذهب إلى فيديو وستأخذ تفاصيل كثيرة عن المصطلحات الطبية ما أفضل طريقة لترجمة المصطلحات الطبية؟ صراحة أنني سبقت الأحداث بعض الشيء في السؤال السابق ولكن طريقة ترجمة المصطلحات الطبية بشكل عام لا تتم عن طريق الـ Google Translator أعطيك فكرة عن البوضوع أنا حينما ذكرت أن الأكلاجيا أنا أذهب إلى الـ Google Translator هي ليست عملية احترافية أنا أذهب فقط لكي أعلم بشكل عام ما هي الأكلاجيا أنا أعلم أنني سأذهب إلى الكتب لكي أدرس الأكلاجيا بشكل أكثر بكثير ولكن أنا مجرد أريد أن أحدد هذا المصطلح في أي مصدر بوجود هل هو في مصادر الأناتومي هل هو في مصادر الفيزيولوجي هل هو في مصادر الباثولوجي هذه فقط التي أنا أحتاج إلى معرفتها ولكن فيما يخص التعامل مع المصطلحات الطبية بشكل تفصيل أكثر فمثل ما قلت نذهب إلى كتب الميديكال ونترجم المصطلح من كتب الميديكال ترمينولوجي وقد تطرق لهذا الشيء قبل قليل في السؤال السابق وذكرت الموضوع بشكل إلى حد ما تفصيله ولست أبدا محتاج إلى أكثر من هذا أما بما يخص ترجمة المصطلحات بعض المصطلحات الطبية في الجوجل مثلا قبل فترة من قبلك يومين أو ثلاثة أحد الأشخاص سألني على البوت أنا أترجم يونيلاترال التي هي تعني على جانب واحد مثلا كدني is liver is unilateral أي أن الكبد موجود أو أن لدينا كبد واحد فقط في جهة واحدة من الجسم هذا معنات أن liver is unilateral أي أن الكبد موجود في جهة واحدة فقط لا يوجد لدينا كبدين مثلا بالاترال الكدني بالاترال the kidneys are bilateral أي أن لدينا كليتين أحدهما على اليمين والآخر على اليسار هذا معنات uni وبالاترال هناك مصطلح إبسيلاترال إبسيلاترال هو ببساطة اللفظ ليس دقيق مئة بالمئة أنت ستستخدم Google Translator لكي تلفظ حتى المصطلحات الطبية أنا أستخدم شخصيا Google Translator لكي يلفظ للمصطلحات الطبية هو شيء جيد لا أحتاج إلى أكثر لا أشعر أنني أحتاج إلى أكثر من Google Translator في أي شيء لللفظ فقط بما يخص الإبسيلاترال فأيضا حين ترجمتها في Google ستأطي معنى أنه على جانب واحد ولكن لن تتساوى يونيلاترال مع أبسيلاترال أبدا يونيلاترال مثل ما قلت أن liver is unilateral أي أن الكبد موجود على جانب واحد kidney is bilateral أي أن الكدني موجودة على kidneys are bilateral ears are bilateral بهذه الطريقة أما فيما يخص إبسيلاترال فهي ببساطة حينما أصف عضوين أو two structures تركيبين على نفس الجهة فمثلا أقول أن الثمب الذي هو عبارة عن إبهام اليد and great great toe الذي هو إصبع القدم الكبير are ipsilateral أي يكونان على نفس الجانب right كلاهما right right thumb الإبهام الأيمن and right great toe are ipsilateral أي أنهما يوجدان على نفس الجانب والترجمة الحرفية لهذه الجملة أن الإبهام الأيمن وإصبع القدم الكبير الأيمن كلاهما يوجدان على نفس الجانب أيضا أستطيع أن أقول أن left thumb and left great toe are ipsilateral أي أنهما على نفس الجانب فاختلف هنا اختلف المصطلحين كل منهما في عالم مختلف أنا لا ليس نفس الكلمة ليس synonyms ليس مرادفتين فبهذه الطريقة يجب عليك أن تعرف أن الجوجل لدي حدود حدود من المعرفة أنت في بعض الأحيان تحتاج إلى أكثر من جوجل من المحتمل أن تحتاج كتب medical terminology أو كتب المصطلحات الطبية في بعض الأحيان لا تحتاج إلى ذلك تحتاج إلى كتب الباثولوجي فمثلا مثل ما ذكرت أن الأكلوجيا لن يعطيني كتاب المصطلحات الطبية المعلومات الكافية عن الأكلوجيا هو مجرد سيعطيني فكرة أن حينما سأذهب إلى كتب الباثولوجي سأأخذ العلم من كتب الباثولوجي من كتب الأمراض كتب علم الأمراض بهذه الطريقة لا يكون ليس هناك كتاب في الطب هذه قاعدة عامة في الطب لا يوجد كتاب واحد من الممكن أن يعطي كل شيء عليك في بعض الأحيان أنا أدرس في التشريح أحيانا أربع إلى خمس كتب لكي أقوم بعمل محاضرة واحدة فقط المحتمل أن تكون محاضرة بسيطة حتى ولكن في بعض الأحيان مثلا تحتاج إلى أكثر من هذا العدد في بعض الأحيان المعلومة التي تريدها أنت بسيطة تريد فقط أن تعلم ما هي أكلوجيا مصطلح أكلوجيا ماذا يعني بأقل الكلمات فبهذه الطريقة ستستخدم كتب بسيطة وأيضا قليلة فبهذه الطريقة أنت الآن تولد في ذهنك كيف تتعامل مع المصطلحات الطبية ليس هناك داعي إلى تضخيم الأمور أنا في جامعة بيروت العربية لم نتطرق أبدا إلى إلى كورسات أو إلى دورات أو إلى محاضرات في المصطلحات الطبية اكتفينا فقط بمحاضرة واحدة وانتهى الموضوع أيضا في جامعة الكوفة أيضا نفس الموضوع تكرر لم نتطرق إلى محاضرات في المصطلحات الطبية كانت هي محاضرة واحدة فقط في بعض الجامعات وبشكل عام في الجامعات التي تتبع الأنظمة القديمة يكون هناك دورات ويكون هناك محاضرات طويلة لحفظ المصطلحات الطبية هذه الطريقة قديمة وأنت محتاج فقط إلى أن تأخذ فكرة ما هي المصطلحات الطبية وكيف تتعامل معها لا تحتاج إلى أكثر من ذلك هل من الممكن أن تعمل كورس مصطلحات طبية؟ كما ذكرت قبل قليل أن لا داعي إلى وجود كورس لا داعي إلى وجود حلقات والسلسلة على اليوتيوب تكون مخصصة مثلا للمصطلحات الطبية أنا عملت محاضرتين وسأترك الرابط أسفل في الوصف مع هذا السؤال في وقت هذا السؤال لن تحتاج إلى أكثر من هاتين المحاضرتين ستكون جدا كافيات كل ما تحتاجه هو فقط أخذ فكرة وستتابع طريقك بدون أي مشاكل أنا أضمن لك أن لن يكون هناك مشكلة في حالة تركك لمحاضرات طويلة في المصطلحات الطبية تابع طريقك وستتعلم كل شيء تحتاجه عن المصطلحات الطبية كيف أوافق أثناء الدوام ما بين قناتك والجامعة؟ أنا أعتقد وبشكل كبير أنك ستحتاج إلى قناتي أنها ستختصر عليك وقت وأكيد لا يمكن ترك الجامعة فكلاهما أنا أعتقد لكي تصل إلى مستوى جيد وفي بعض الأحيان ممتاز يجب عليك أن تستخدم كلا الأمرين أنا لا أذكر في هذه النقطة فقط قناتي أنا سأتجرد من ذاتي وسأعتبر أن هذه القناة Studies Alive ليست ملكي ولا يهمني أمرها بشيء فقناة اليوتيوب واليوتيوب بشكل عام وليس فقط اليوتيوب أي مصدر آخر للمعلومات غير الجامعة أنت محتاج إليه أنت محتاج إلى أكثر من الجامعة لكي تستطيع فهم بعض الأمور أنا لا أتحدث هنا فقط عن طلاب الطب أتحدث أيضا عن باقي الطلاب الذين قد يحتاجون قناة Studies Alive في بعض الأحيان أو يحتاجون قنوات أخرى لا يهم قناة Studies Alive أو قنوات أخرى فمثلا أنا شخصيا أحتاج في بعض الأحيان بعض القنوات لكي أتعلم نقاط معينة لا أستطيع أتعلمها أبدا لا في المصادر ولا في الجامعة فبهذه الطريقة أنت محتاج إلى كذا مصدر محتاج إلى كذا مصدر للمعلومات ليس فقط القناة وليس فقط الجامعة وليس فقط المصادر وليس فقط بعض التطبيقات أحيانا أنت بحاجة إليها بعض المحاضرات بعض الأشخاص أحيانا فكل هذه الأمور مصادر للمعلومات ففي بعض الأحيان أنت أحوج إلى أحد هذه المصادر للمعلومات من سوأها فبما يخص أن توافق بما يخص الوقت هنا نحن نتحدث عن الوقت ما بين قناتي والجامعة فأنا أحبذ بشكل كبير أن تستغل قناتي بشكل جيد جدا وبشكل مهم أيضا يجب عليك أن تركز على أهمية هذا الموضوع يجب عليك أن تستغل قناتي وقناة في العطلة الصيفية هنا أهمية القناة في العطلة الصيفية بشكل كبير ولكن لا يعني ذلك أن ليس لها أهمية في الدوام أنا كما قلت أنك محتاج إلى أدة مصادر للمعلومات في بعض الأحيان لكي تفهم دروسك ولكن الجامعة مهمة لا تترك المحاضرات أنا شخصيا كنت أترك بعض المحاضرات في الجامعة لا أحب صراحة أن أدخل إلى المحاضرات بشكل عام نادرا ما أحب أن أدخل محاضرة معينة صراحة هذه ربما تكون بعض الأخطاء الشخصية وأنا أترف أن هذه أخطاء لو عاد في الزمن لن أترك محاضرة ربما لن أستفيد من المعلومات الموجودة في محاضر معينة ولكن على الأقل أنني سأعلم ما هو البرنامج الدراسي بماذا أركز هذا الأستاذ ماذا يجب علي أن أركز لكي أحصل على درجة أعلى هنا نتحدث نحن ليس فقط على العلم على الدرجات في بعض الأحيان ينفعني دكتور معين في معلومة قد لا أصل إليها ولا تلفت نظري إليها كم هائل من المصادر أو كم هائل من قنوات اليوتيوب فبالنهاية أنت محتاج إلى جميع المعلومات فلا تترك المحاضرة أنا من الأنفص أدل أن أترك أي محاضرة داخل الجامعة أيضا أنت محتاج إلى قنوات يوتيوب أحيانا لكي تفهم مثل ما قلت بعض التفاصيل فلا تضحي بأي واحدة من هذه المصادر كلها مهمة يجب عليك تنظيم الوقت تنظم وقتك مثلا تحضر كل يوم فيديو واحد فقط لقناة Studies Alive تكون مثلا في الليل لا يهم أحضر في الليل اللغة بسيطة على هذه القناة اللغة بسيطة واستخدام وطريقة الشرح مبسطة ومفهومة فلن تحتاج إلى جهد عقلي عالي لكي تفهم المحتوى محتوى هذه الفيديوهات فحتى وإن أخذت مثلا من الساعة الحادي عشر ليلا إلى الساعة مثلا الواحدة أنت تقوم بدراسة فيديو واحد فقط مجرد تحضر هذا الفيديو لن يكون هناك مشكلة أعمل على تنظيم وقتك وستكون كل الأمور معك بأفضل حال إن شاء الله بشكل عام ما هي الوسيلة الأكثر فعالية للدراسة الجامعة المصادر أو اليوتيوب كما ذكرت في السؤال السابق أنت تحتاج إلى جميع هذه المصادر ليس هناك مصدر من هذه المصادر مصدر للمعلومات من هذه المصادر أفضل من الآخر لكل منهما ميزة أنت محتاج إلى هذه الميزة الذي يوفرها كل مصدر قناة اليوتيوب توفر ميزة اليوتيوب يوفر ميزة لا توفرها المصادر المصادر توفر ميزة لا توفرها الجامعة الجامعة توفر مميزات لا توفرها المصادر واليوتيوب فبالنهاية أنت محتاج لجميع هذه الأمور في بعض الأحيان لكي تكون دراستك بطريقة فعالة فلا تترك أي من هذه المصادر هل نحتاج المصادر في المرحلة الأولى؟ بشكل عام لا نحتاج إلى المصادر في المرحلة الأولى ولكن نحن نحتاج في كلية الطب إلى أن نتعرف على المصادر في المرحلة الأولى أنا شخصيا لا أحبّذ أن تقرأ على المصدر لا أحبّذ أن تكون المعلومة تكتسبها فقط من المصدر أنا أحبّذ أن تتعرف على المصدر أحب أن تكسب المقدرة على قراءة المصدر ولكن هذا الشيء لا يتم من خلال أنك تذهب بشكل مباشر إلى المصدر دون أن يكون هناك أمور مساعدة مثل الفيديوهات أو أشخاص آخرين مثل دكتور في الجامعة أو شخص مثل يوجهك على دراسة المصدر فمثل ما قلت في سؤال السابق من الممكن أن تذهب بهذه الطرقة من الممكن أن تذهب إلى محاضرات الجنيرال أناتومي تكون أنت مثلا طالب صيدلة طالب طب طالب أسنان طالب مثلا تحليلات مرضية أخي طالب تحليلات مرضية تكون مثلا كلية تقنية طبية تكون مثلا كلية فيزياء طبية تطبيقية تكون مثلا تكون في واحدة من هذه الاختصاصات لا تحتاج إلى أن تكون طالب طب فقط لكي تتعامل مع المصادر أبدا فتريد مثلا أن تكتسب مهارة قراءة المصدر تريد أن تعلم كيف تقرأ المصدر أنا شخصيا أنصح هذه الطريقة وأجدها جدا فعالة أن تذهب إلى محاضرات الجنيرال أناتومي على قناة لطيفة تسمى قناة Studies Alive تذهب إلى هذه القناة وتدرس محاضرات الجنيرال أناتومي على هذه القناة في فيديوهات هذه القناة في محاضرات هذه القناة محاضرات البي دي اف لهذه القناة ومن ثم تعود لتذهب إلى المصدر هناك سبعون صفحة في المصدر مخصصة فقط للجنيرال أناتومي فتقوم بدراسة هذه السبعون ورقة نعم أنت درست المحاضرات التي من الممكن أن تكون تفصيلية عن هذه السبعون صفحة وفي بعض الأحيان تكون في المحاضر معلومات أكثر مما هو عليه في هذه السبعون صفحة لأنني أستخدم في بعض الأحيان أكثر من مصدر لطرح معلومة معينة ولكن بهذه الطريقة أنت تكون قد تعلمت المعلومات وعلمت أنا على ماذا أركز ماذا أستفاد من النص في المصدر ومن ثم أتيت إلى المصدر نفسه لكي تعلم أنا كيف فكرت تجاه المعلومات بهذه الطريقة تكون قد اكتسبت مقدرة دراسة المصدر ولن يعود المصدر شيء مخيف المصدر في بعض الأحيان وأنا شخصيا بالنسبة لي في أحيان كثيرة أجده أسهل من المحاضرة لأن المصدر يطرح المعلومة بطريقة تفصيلية بكلمات كثيرة أنا ما يبقى في ذهني كلمات أقل مما يستخدمها المصدر ولكن المعلومات التي تبقى في ذهني من المصدر تكون أقوى مما هو عليه في المحاضرة فبهذه الطريقة أنا أكون قد أخذت المعلومة بشكل جيد وأيضا اللغة التي يستخدمها المصدر من أبسط اللغة طبعا في بعض المصادر تبالغ في استخدام اللغة وبعض المصادر تكون اللغة غير مستساقة بشكل جيد جدا ولكن أنا حاول أن أختار المصدر بشكل جيد فمثلا مصدر مور أنا جدا أحترم مور شخصيا ومصدر مور فأجده مصدر جيد سلس لطيف نعم ربما يكون فيه تفاصيل كثيرة ولكن أنا أجد أن هذه التفاصيل ضرورية ومهمة لفهم الأمور الأساسية فهذه التفاصيل التي ذكرتها عن دراسة المصادر شيء جيد وشيء ضروري وشيء مهم وبالنهاية ستكتسب مقدرة دراسة المصدر ولكن أنت بشكل فعلي لا تحتاج إلى قراءة المصادر في المرحلة الأولى أنت تحتاج إلى معرفة كيفية قراءة المصادر منذ اليوم الذي تفكر فيه إلى دخول كلية الطب بشكل عام المعلومات أنت لن تستطيع أن تفهمها من المصادر بشكل جيد باعتمادها على نفسك فقط ولكن حينما يكون هناك مساعدة خارجية من الجامعة من اليوتيوب من أشخاص آخرين ستكون الأمور تمام أنا في جامعة بيروت العربية كان هناك السمستر الأول تقريبا أغلب السمستر الأول هناك موديول موديول اللايف سايكل لايف سايكل هو موديول بسيط يجعل الطالب يتعامل مع المصادر ولكن كانوا يحددون لنا الصفحات التي نقرأها من كل مصدر وكان هناك تدقيق على أن نكتسب مهارة قراءة المصدر أنا أتذكر أن دكتورة روزانا التي هي أحد الدكتورات التي أحد الدكاترة الذين درسوني في جامعة بيروت وهي ليست عربية قالت كانت تقول دائما هل هناك شخص هل هناك طالب لم يتعلم إلى حد الآن كيف يقرأ المصدر إذا كان هناك طالب واحد فيجب علينا أن ندقق على هذا الموضوع أكثر يجب أن تفهموا كيف تقرأ المصدر هذا شيء مهم جدا لكم وهذا كان من المرحلة الأولى فالأساتذة الذين يقولون أن لا داعي للطالب في المرحلة الأولى أن يدرس المصدر تركوا نقطة تركوا جزء من قولهم لم يفسره وهو أنه فعلا من الممكن أن لا يحتاج إلى الطالب طالب المرحلة الأولى إلى المصدر ولكن بشكل عام هو يحتاج إلى تعلم كيف يقرأ المصدر هذا شيء مهم أنا أعرف طلاب مرحلة خامسة ورابعة وثالثة لا يعلمون كيف يقرأون المصدر ولم يتعاملوا مع مصدر واحد بشكل جيد أنا أعلم هؤلاء الطلاب بشكل شخصي وهذا الشيء ليس جيد أبدا أنت تحتاج إلى كسب هذه المهارة وربما المحتمل أن تؤجلها الآن ولكن أنت مضطر إلى عملها في يوم من الأيام فيجب عليك أن تسارف عملها قبل فعوت الأوان ننتقل إلى السؤال الآخر كيف أنظم وقتي؟ هذا السؤال لا يتم الإجابة عليه بكلمات بسيطة هو يحتاج إلى الكثير من الكلمات الصراحة لكي تصف الموضوع ولكن أنا عملت فيديو سابق لتنظيم الوقت سأترك الرابط أسفل في الوصف سيكون مهم جدا هذا الفيديو ولكن سأترك نصيحة أو نصيحتين بما يخص تنظيم الوقت لا تذهب إلى شخص وتقول له أعمل لي جدول كيف أقرأ ولا تذهب إلى شخص وتسأله كم ساعة نحتاج نحن إلى الدراسة لا تسأل أشخاص مثلا هل أدرس في الصباح أم في المساء لا تذهب إلى أشخاص وتسألهم هذه الأسئلة التي قد تكون إجابتها تنطبق عليهم ولا تنطبق عليك فمثلا أنا شخصيا لطالما أحببت أن أدرس في الصباح وكنت أستيقظ صباحا وأقوم بالدراسة ولكن أكون أنا في الصباح متعب عمليا أنا أحف الصباح وتولد في ذهني قناعة أنني في الصباح لا يجب أن أدرس لا يجب أن أستيقظ من الساعة الخامسة لكي أدرس أنا من الممكن أن أستيقظ من الساعة الخامسة لأعمل على اليوتيوب مثلا أو أقوم بعمل معين هذا شيء جيد يساعدني على الاستيقاظة أصلا ولكن حينما أدرس فأنا بشكل فعلي أنني أنفق ساعة وأكتسب من هذه الساعة عشر دقائق أحيانا لأن لا أكون مستعد للدراسة لا نفسيا ولا جسديا ولا ذهنيا بينما هناك أشخاص يستيقظون صباحا ويكون لديهم مقدرة جبارة على الدراسة وتكون عندهم الساعة الواحدة بما تعادل خمسة ساعات أحيانا في منتصف النهار أو في الليل أو في آخر الليل حتى ولكن أنا شخصيا هذا الشيء لا يناسبني استخدمته عدة مرات واكتشفت وصلت إلى قناة أن هذا الشيء غير نافع حتى وأن نمت في الليل بشكل جيد لم يناسبني هذا الشيء إلا في حالات خاصة وهذه كانت في وقت سابق من حياتي صراحة فمن هنا نستنتج أنه لا يوجد هناك قاعدة تنطبق على الجميع فيما يخص تنظيم الوقت عليك أن تدرس نفسك تتعلم عن نفسك أشياء لكي تستطيع أن تصل إلى نقطة تنظيم الوقت وأنا من هذا الممبر أنصح كل من شاهد هذا الفيديو ووصل إلى هذا السؤال أن تحاول أن تفهم نفسك في الأول تفهم طبيعتك أنا مثلا طبيعتي بطبيعة معينة لا يمكن أن تنطبق علي نفس الشروط ونفس القوانين ونفس المعتقدات لشخص آخر كثير من الأشخاص يحبون مثلا أن يدرسوا بطريقة معينة أن يكتبوا مثلا أنا شخصيا لا تناسبني الكتابة أبدا لا أجيد الكتابة لا أجيد الدراسة بأن طرق الكتابة أنني أكتب ملخصات وأكتب ملاحظات وهذه الأمور لا تنفعني تضيع وقتي ولا تصل بي إلى نتيجة جيدة مثل البقية فبهذه النقاط فيجب عليك أن تفهم نفسك تتعرف على نفسك بالأول ومن ثم تضع جداول خاصة فيك أنت وأنت الذي تضعها ليس شخص آخر تضع شروط معينة تضع قوانين معينة تضع سيستم لك خاص أنت تضعه بيدك لا تطلب من شخص آخر أن يضعه لك هذه نقطة مهمة وأيضا يجب عليك أن تعلم أن اكتساب المهارة يحتاج إلى وقت أنت لن تقوم بتنظيم وقتك في ليلة وضحاها تحتاج في بعض الأحيان إلى شهر كامل الآن أنتم كطلاب مثلا الذين يشاهدون هذا الفيديو أغلبهم سيكونون طلاب مرحلة أولى فأنتم كطلاب مرحلة أولى أنا شخصيا أنا شخصيا أعتقد أنه ليس هناك مشكلة إذا أخذت شهر كامل من الآن شهر كامل في بداية الدوام تحاول أن تنظم وقتك هذا ليس خطأ حتى وإن كان هناك مشاكل خلال شهر كامل ليس هناك مشكلة أنا برأي ليس هناك مشكلة في نهاية هذا الشهر ستصل إلى نتائج جيدة عليك أن تصبر على نفسك هذا أولا ثانيا أن تأخذ وقت مثلا في معرفة الطريقة الصحيحة للدراسة عندك وأيضا الوقت المناسب طبعا هنا الطريقة الصحيحة في الدراسة أنا قلت قد تختلف من شخص إلى آخر ولكن هناك قوانين وقوائد ثابتة لا تختلف مع الجميع مثلا الدراسة بتفصيل مهمة جدا وتساعدك على الذاكرة الجيدة والحفظ الجيد والفهم للسعب الجيد هذه قانون لا يمكن أن يتناقض مع أي شخص أيضا مثلا عندك اليقظة في وقت الدراسة أفسد الدراسة الصباحا أو مساءا أو ظهرا هذا الشيء لا يختلف من شخص إلى آخر فلا يوجد هناك قانون ينطبق على الكل ولكن ما أنصحك به وهو قانون يمكن أن ينطبق على كل إنسان على وجه هذه الكرة الأرضية لا تدرس وأنت نأسا حينما تكون نأسا خذ قسطا من الراحة إذا ما تكون متعب حينما تكون ضجر خذ قسطا من الراحة وخذ قسطا من المتعة رفه عن نفسك ومن ثم عود لكي تدرس بشكل جيد لا تضغط على نفسك للدرجة التي إذا درست اليوم خمس ساعات وأنت تضغط على نفسك غدا لن تدرس هذه الكمية فعليك أن تفهم نفسك وتعطي لنفسك بعض من الراحة تكون مرن لا يحتاج إلى أن تدرس في اليوم خمسة وعشرون ساعة هذا شيء غير ضروري في كلية الطب وهو خاطئ أصلا حتى في كلية الطب هو خاطئ أنا أعتقد أن الدراسة المكثفة بشكل كبير يوميا لساعات طويلة هذا شيء خطأ أنا أعتبره خطأ لأنك تحتاج إلى وقت لكي يستوعب دماغك هذه المعلومات ومن ثم يعمل ريكوفري يعمل استعادة ويعمل إصطاح لبعض الأمور ومن ثم يعود لكي يجدد نشاطه ويكون مستعد للمعلومة الأخرى إذا كان هناك معلومة فوق معلومة فوق معلومة فوق معلومة فوق معلومة لن تصل إلى نتيجة مرضية عن تجربة شخصية لا أعتقد أن هذا شيء جيد فبالنهاية قم بالموضوع بهدوء وبتروي واخذ وقتك في المعلومات لا تضغط على نفسك وخصوصا في البداية أنا أتذكر في الجامعة اللبنانية أخذت ما يقرب الشهر أعود من الجامعة الساعة الواحدة والنصف تقريبا أطلب وجبة من المطعم مطعم غريب من بيتي فأطلب وجبة أكيد أنني لن أطبخ في هذه الظروف فأطلب وجبة أتناولها تكون الساعة قد أصبحت الثانية ظهرا وأكون هنا قد استعديت للدراسة وأنا متعب وأنا ضجر وأنا ليس في حالة نفسية تسمح للدراسة أصلا وأكون قد بدأت في الدراسة ولكن بالنهاية مضيت شهر على هذه الحالة قبل نهاية الشهر أصلا قد انهاريت حرفيا أنني انهاريت ولم تكن النتائج جيدة وأثرت على أعتقد أثرت على تلك السنة بالكامل أصلا فلا تقم بهذا الخطأ وبالمقابل أيضا كنت أترك الموضوع وأبدأ الدراسة الساعة السابعة ليلا أيضا لم يكن هذا الشيء جيد فبالنهاية يجب عليك أن تقوم بالموازنة لن تذهب أنت أنا شخصيا أنا شخصيا لا أذهب إلى الدراسة وأنا شغوف جدا في هذا الوقت الذي سأقضيه في الدراسة لا أنا أذهب لإنجاز عمل معين فلن يكون الموضوع ممتع ومسلي نادرا ما يكون الموضوع ممتع ومسلي في العادة يكون هو عبارة عن عمل عليك أن تنجزه فلا تنتظر الوحي لا تنتظر أن يكون هناك لا أعلم ماذا أقول ولكن يكون هناك إجبار بقوة غيبية مثلا تجبرك أو تدفعك بشكل كبير إلى الدراسة لا تنتظر هذه الأمور الخيالية هذه الأمور لا تحصل أنا أقول من الآن لا تحصل فعليك أن تجبر نفسك ولكن ليس في الحد الذي يجعلك لا تستطيع ليس هو الفكرة أنك لا تريد في بعض الأحيان تصل إلى نقطة أنك لا تستطيع أن تدرس وليس لا تريد وهناك أشخاص يريدون أن يدرسون أكثر ولكن لا يستطيعون لأن السيستم كله خاطئ وأيضا أعيد أو أدقق أيضا على نقطة الحالة النفسية عليك دائما أن تضع نفسك في حالة نفسية جيدة عليك أن تحاول بطريقة أو بأخرى أن تترك المشاكل اليومية والمشاكل مع أشخاص آخرين تتركها جانبا وتركز على الدراسة لن تقوم بهذا الشيء بشكل مئة بالمئة أنا أعلم وأنا أيضا لا أقوم به بشكل مئة بالمئة ولكن على الأقل بنسبة معينة أن تنجز اليوم أن تدرس معلومة واحدة أفضل من أن لا تدرس شيء بهذه البساطة مستعبئة كم ساعة بليوم يحتاج الطب دراسة ليس هناك ساعات محددة تنطبق على جميع الأشخاص مثل ما قل في السؤال السابق فبعض الأشخاص يكون كافي بالنسبة لهم ساعتان بعض الأشخاص يكون ساعتان جدا كافي وبعض الأشخاص يكون أشرة ساعات ليست كافية هذا يعتمد على أكثر من كونه عدل الساعات هذا يعتمد على طريقة الدراسة ويعتمد على الشخص نفسه يعتمد على مهارات هذا الشخص فليس الموضوع مناط فقط في الساعة ليس الموضوع مناط فقط في عدد الساعات الموضوع مناط بأكثر من هذا بكثير ولكن أنا شخصيا أعتقد بشكل أقرب إلى الجزم أن من ثلاثة إلى خمسة ساعات يوميا بطريقة صحيحة وبتركيز وبمهارات معينة من ثلاثة إلى خمس ساعات يوميا دراسة في كلية الطب ستكون أكثر من كافية إذا استمرت يوميا ليس خمسة ساعات بالأسبوع خمسة ساعات في اليوم ليس خمسة ساعات كل ثلاث أيام خمسة ساعات في اليوم ليس خمسة ساعات بين يوم ويوم لا خمسة ساعات كل يوم من ثلاثة إلى خمسة ساعات والأشخاص الذين يدرسون لستة عشر ساعة ولأشرة ساعات هؤلاء أشخاص محتمل أن يكون لديهم هذه المقدرة فعلا أنا شخصيا لم ألتقي بشخص يدرس لمدة ستة عشر ساعة ولا أعلم الحال عنده كيف لا أعلم ولكن لا أعتقد أن هذا شيء جيد لعامة الأشخاص هناك أشخاص من المحتمل أن يكون لديهم هذه القدرات ولكن أنا لا أجد أن لها داعي في بعض الأحيان هؤلاء الأشخاص يدرسون بطريقة خاطئة فيعتقدون أنه بحاجة إلى هذا العدد أو هذا الكم الهائل من الساعات كل يوم من المحتمل أن يكون هناك خطأ في طريقة دراستهم وليس الموضوع هو شيء طبيعي من المحتمل أن يكون شيء غير طبيعي أنا على معرفة شخصية بأشخاص لا يدرسون هذا الكم من الساعات ولكن يدرسون مثلا ثماني ساعات أو أحيانا حتى خمس ساعات ولكن لا يجدون الناتج الذي يريدونه فيجدون ناتج مختلف ويجدون ناتج غير مرضي بالمرة فهؤلاء المشكلة لديهم ليس في عدد الساعات المشكلة في أنهم لا يعلمون كيف يدرسون والمشكلة في مهاراتهم والمشكلة في أن تركيزهم ليس على نقاط مهمة وأساسية يركزون على أشياء وتفاصيل ثانوية يركزون مثلا على أمور تأخذ وقت ولا تعطي نتيجة جيدة فحاول قبل أن تفكر كم ساعة تدرس أو كم ساعة تحتاج حاول أن تفكر ماذا تحتاج من المهارات وما هي الطريقة المناسبة للدراسة قبل أن تبدأ لتعد الساعات كم كتاب يجب أن أدرس بالطبع؟ هذا أيضا نفس السؤال السابق والسؤال نفسه خطأ لا يوجد شيء اسمه كم كتاب يجب علي أن أدرس أنا شخصيا صراحة أنا من وضعت هذا السؤال ربما قد يتبادر في ذهن بعض الأشخاص أنت لا تحتاج إلى كمية معينة من الكتب أنا شخصيا من المحتمل أن أدرس كتاب واحد في التشريح ويكون أكثر من كافي في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان يكون هناك ستة إلى سبعة كتب في موضوع واحد ولا تكفي فهذا الشيء ليس شيء ثابت وهنا السؤال يمكن أن يفهم به أكثر من طريقة هل عدد الكتب لمادة معينة أو مثلا عدد الكتب بشكل عام في كلية الطب؟ عدد الكتب بشكل عام في كلية الطب هذا السؤال الإجابة عليه فارغة ليس لها قيمة ولكن أنا هنا من المحتمل صراحة أنا لا أتذكر حتى أنني سألت هذا السؤال فيما يخص مادة واحدة فقط مثل التشريح مثلا أنا شخصيا أحبث مثلا في التشريح أن أدرس مصدر تكستبوك يكون مصدر نصي في نصوص تشريحية يصف structures عن طريق النص وكتاب آخر يصف structures عن طريق الصور هذا يكون كافي ببعض الأحيان أريد أن أطور الموضوع أكثر فأستخدم مصدر آخر يعطي صور حقيقية عن الجسم البشري لكي يعلم كيف يكون الجسم البشري بشكل حقيقي لا أريد فقط صور توضيحية في بعض الأحيان يتعدى الموضوع هذا فأذهب إلى السيرجري وهنا أنا انتقلت من التشريح إلى السيرجري فدرست شيء أشبه به وهو عبارة عن شيء أشبه بالسيرجري فبهذه الطريقة فلا يوجد هناك عدد ثابت أن تركز دائما لا تركز على عدد الساعات ولا تركز على عدد الكتب وكمية المجهود ركز على الناتج الناتج هو من يحكم دائما كل شيء الناتج هو الشيء المهم وأيضا الطريقة مهمة فدراسة كتاب واحد قد تغني عن آلاف الكتب ودراسة آلاف الكتب قد لا تغني عن كتاب واحد فهذا الشيء مثل ما قلنا نسبي ففكر بهذه الطريقة لا تفكر في الأعداد فكر في الإنجاز فكر في النتائج كطالب طب ما الكمية التي يجب أن أدرسها باليوم الواحد هنا السؤال من المحتمل أن يفهم هل هو عدد ساعات أو كمية المعلومات هنا السؤال صراحة أنا أجده سؤال مهم ليس سؤال فرغ وهذا أيضا أنا من سؤالي هذا سؤال أنا وضعته الكمية أنا شخصيا أعتقد أن الكمية أيضا شيء نسبي من شخص إلى شخص يختلف فأنا شخصيا أحيانا يثير اهتمامي موضوع معين فأدرس مستعد أن أدرس في اليوم الواحد خمسون صفحة ولا أمل لأن الموضوع أثار اهتمامي وفي بعض الأحيان يكون هناك موضوع ممل فأدرس في اليوم خمسة صفحات ويكون شيء مجهد فهذا يعتمد على الموضوع نفسه ولكن بشكل عام أنت تستطيع أن تحدد تستطيع أن تحدد الكمية الدراسة بالساعات أو كمية الدراسة بالإنجاز أنا شخصيا صراحة أميل إلى الإنجاز بشكل عام أميل إلى الكمية التي أدرسها في اليوم الواحد تقسيم الأمور وتنظيم الأمور على أساس الكمية كمية المعلومات وليس على أساس الوقت ولكن في بعض الأحيان يكون الوقت بهم فمثلا أنا شخصيا الآن أخطط على إعادة دراسة ECG على كتاب ECG Made Easy وأفكر أن أدرس هذا الكتاب بالكامل وربما أحتاج إلى كتب أخرى أيضا في ECG إذا درس في اليوم إذا حدت أن أريد كمية معينة فلا أعتقد أن هذا الشيء سيناسب الموضوع ولكن إذا حدت أنني سأنفق ساعة واحدة في اليوم فقط على ECG فأعتقد أن هذا الشيء جيد وهذا الشيء مناسب فأنت تحدد الكمية وعدد الساعات اعتمادا على الحالة التي أنت فيها اعتمادا على الوضع الوضع هو من سيحكم هذه الأمور ولكن أعيد وأكرر لا تجهد على نفسك في اليوم الواحد بكمية كبيرة للدرجة التي لا تستطيع في اليوم التالي أن تتابع لدرجة أنك في اليوم التالي لن تستطيع أن تتابع على نفس الوتيرة كما في الحكمة القائلة قليل المستمر خير من كثير من قطع هل لكل كلية طب مصادرها الخاصة وهل تفضل الالتزام بالمصادر المعتمدة من قبل الكلية بشكل عام الكتب أو المصادر الطبية بشكل عام لا تضعها الكلية أساسا بمعنى مثلا كاتب مصدر مور الذي هو اسمه مور أيضا كيث مور هذا كيث مور لا ينتمي إلى كلية معينة لم يعد هذا المصدر لكلية معينة في كندا لا على ما تغنين الشخص هذا كندي لم يعد المصدر لكلية معينة في كندا كلية الطب معينة في كندا لم يعد بهذا الشيء هو أعد المصدر لكي يكون مرجع لجميع طلاب الطب في جميع دول العالم لم يعده لأجل كلية خاصة ولكن بعض الكليات يكون لديها أفكار خاصة فمثلا في جامعة بغداد على ما أعتقد بيعتمدون غريز غريز أناتومي في جامعة الكوفة صراحة أنا شخصيا في جامعة الكوفة ولا أعلم بشيء على وجه الدقم والمصدر المعتمد خاصة صراحة لا أعلم أعتقد أنه غريز في بعض الأحنا يقولون سنيل ولكن من المؤكد ليس مور من المؤكد صراحة لا أعلم هل يوجد كلية في العراق تعتمد مور أو لا صراحة لا أعلم ولكن أنا شخصيا أحب ذب مور بعض الأساتذة يقولون أن مور شيء متقدم شيء أكثر من أن يكون لطالب يعتقدون أن مور معد لطلاب الماجستير طلاب الماستر هكذا يعتقدون أنا شخصيا لا أعتقد هذا أبدا وأعتقد أن مور في بعض الأحيان غير كاف للطلاب أصلا مور مخصص فقط لأول ثلاث سنوات بعد هذه الثلاث سنوات أعتقد أن وظيفة مور لا تكفي أو لا يعود مور يؤدي الوظيفة المرجوة منه فمثلا في السنوات الثلاثة الأخيرة التي هي السنوات السريرية التي تكون في المستشفى لن يكفي مور لا نحتاج إلى السعجة في هذه النقطة أناتومي بحث سيكون مور أكثر من كافي لطلاب الطب في السنوات الثلاثة الأولى غالبا غالبا ولكن في بعض الأحيان لا يكون كافي مثلا أنا شخصيا حينما عملت التقارير التي أحد التقارير استخدم فيه مصادر الأناتومي فلم يكون مور كافي بالنسبة لي أيضا هناك كتاب خاص يسمى Gray's Anatomy for Teachers هذا الكتاب يكون ضخم جدا في الأناتومي يتطرق على تفاصيل كثيرة في الأناتومي لا تكون أبدا موجودة في مور أنا كطالب أستخدم هذا الكتاب أحيانا لفيهم تفاصيل معي يكون لدي تساؤلات عن أشياء معينة في الأناتومي لا أجدها في مصدر آخر فأجدها في Gray's Anatomy for Teachers ولكن السؤال أو الشق الآخر من السؤال هل تفضل الالتزام بالمصدر المعتمد من قبل الكلية شخصيا صراحة لا أعتقد أنه أمر جدا ضروري لا أعتقد هذا الشيء فبالنهاية نحن داخل العراق مثلا يكون هناك محاضرات لا يكون هناك مصدر فقط يكون هناك محاضرات فأنا أتمد على المصدر الذي يناسبني وأعتمد أيضا أدرس أنا أدرس محاضرات الدكتور أتطرق على محاضرات الدكتور وأقرأ كل كلمة في محاضرات الدكاترة لا أترك كلمة واحدة ولكن المعلومات بشكل عام وفهم المعلومات واستيعاب المعلومات وحفظ المعلومات أنا أخذها من المصادر أما بما يخص إذا كان يتابعني أشخاص من غير العراق فأنا أعتقد أن الالتزام بالمصدر التي تعتقده الكلية ليس شيء ضروري جدا فبالنهاية جميع المصادر تطرح تقريبا نفس المعلومات نفس المعلومات التي موجودة في مور تجدها في غريز وفي أسنيل ولكن أحيانا ترتيب المعلومات يختلف أحيانا طريقة طرح المعلومات يختلف فبهذه الطريقة أنت ستغير فقط الطريقة أنت لن تغير المعلومات ستغير الطريقة والترتيب فكو ملخص ومختصر للإجابة على هذا السؤال بشكل مختصر جدا إذا كان المصدر المؤتمد من الكلية يناسبك لا تجد هناك فيه مشكلة فأعتمد عليه إذا كان هناك فيه مشكلة فلا تعتمد عليه لن يضر أعتمد على مصدر آخر لن يضر بشكل كبير أنا شخصيا صراحة أعلم أن جامعة الكفة لا تعتمد على مصدر مور ولكن أنا مصر على الالتزام بمور مصر على الاعتماد على مور لا أحب غريز ولا أحب سناق أحب مور درست في غريز ودرست في مور لم أستسغ لم أستسغ الطريقة التي تطرح فيها هذه المصادر البعلومات فالتزمت في مور الرغبة بدراسة الطب لكن عدم القدرة على الحصول عليه مع وجود فرصة للمحاولة أستمر أم أستسلم أنا شخصيا حينما وضعت هذا السؤال كنت متشوق للإجابة على هذا السؤال فهنا أتهى الوقت لكي أعلم هل هذا الشوق حقيقي أم مجرد تشوق للتصوير لا أعلم شخصيا صراحة أعتقد أن الرغبة بدراسة الطب تحتاج إلى التحليل بالأول أنا وضعتها في وضعتها هايلايت عليها أحمر الرغبة بدراسة الطب أولا حلل الموضوع لماذا الرغبة بدراسة الطب اسأل نفسك لماذا أنت راغب في دراسة الطب لماذا راغب بدراسة الطب ما السبب ادخل إلى عماق نفسك سأرول لكم قصة جميلة قصة أنا صراحة عجبت بها حينما سمعتها يقول أن هناك شخص كان يهم إلى مغادرة البيت ليذهب ليتفسح ليذهب إلى تناول وجبة في مطأم لا يهم إنه لا يهم لمغادرة البيت ففجأة أوقع مفاتيح السيارة ومفاتيح البيت المفاتيح الذي يملكها كلها التي تفتح جميع الأبواب لديه أوقع المفتاح في داخل البيت وفجأة انطفقت الكهرباء في ذلك الحي أو في ذلك البيت لا يهم الآن هذه التفصيلة فخرج للشارع ووجد أن هناك مصباح في الشارع فكما يبدو أن الكهرباء انطفقت في البيت فقط فوجد مصباح في الشارع وقام يبحث عن المفتاح خارج البيت على المصباح على المصباح الذي هو في الشارع أتى الشخص يسأله بماذا تقوم ما عملك ماذا تفعل قال له أنني أقوم بالبحث عن المفاتيح التي أوقعتها فهم هذا الشخص أيضا يبحث معه ويفحث عن هذه المفاتيح التي أوقعها أساسا الشخص الأول أوقعها داخل البيت فسأله أنت أين أوقعت المفاتيح بالأساس قال له داخل البيت هناك في الظلمة قال له إذن لماذا تبحث عنها داخل خارج البيت في الشارع قال له لأنني لن أجدها في الظلمة لا يمكن أن أجد المفاتيح في الظلمة قال له أيضا أنت لن تجدها في النور لأن النور غير موجود في المكان الذي فيه المفاتيح فبالنهاية أنت إذا كان هناك فرصة أن تجدها في الظلمة ولو كانت فرصة ضئيلة جدا فلن تجدها خارج البيت أبدا فالعليك أن البحث داخل البيت هذا ما يحصل لدينا أحيانا أحيانا يكون لدينا مشاكل معينة نبحث عن حلولها خارج أنفسنا نبحث نسل فلان وفلان وفلان ونذهب إلى أبعد من أنفسنا لكي نبحث عن هذه المفاتيح التي أوقعناها التي قد تكون مفاتيح لجميع الأبواب المغلقة لدينا فنقوم بالبحث وبشكل مكثف لكن لن نجد شيء أن ببساطة المفاتيح داخل أنفسنا فتعمقوا بداخل أنفسكم تعمقوا بداخل نفوسكم لكي تعلموا رغباتكم لكي تعلموا ماذا تريدون ولماذا تريدون لكي تعلموا أنفسكم لكي تستطيعون أن تصلوا بأنفسكم إلى أكثر من هذا إلى أكثر من الحدود التي التي أنتم وضعتوها لأنفسكم هذه كقصة صراحة أعتقد أنها لطيفة وستؤثر في بعض الأشخاص أنا أعلم هذا أما بما يخص ننتقل من الشق الذي هو هل الرغبة فعلية لماذا أن تراغب بدراسة الطب أولا عليك أن تجيب عن هذا السؤال في داخل نفسك لكن أدم القدرة علي على الحصول عليها هنا يجب عليك أنا شخصياً لن أقول استسلم لن أقول هذه الكلمة لن أقول استسلم ولن أقول استمر أنا سأقول لك صل أو يجب عليك أن تصل إلى المرحلة التي تقتنع فيها تقتنع فيها أنك تريد الطب أنك مثلاً أنا شخصياً لو لم يحالفني الحظ في السفر وأن أدرس في لبنان ومن ثم أعود إلى العراق وأخوذ كل هذه التجارب وأصل إلى هذه النقطة الآن لو لم يحالفني الحظ فماذا كنت سأعمل كنت سأتجه إلى غير الطب كنت سأتجه إلى عالم آخر سأقوم بعمل قناة على اليوتيوب وسأقوم بنفع أشخاص آخرين غيري وسأسلك في حياتي مسلك ربما يشابه بشكل كبير هذا المسلك الآن الذي أنا أسلكه ولكن لن يكون في الطب سيكون في مكان ثاني لن أستسلم لن أستسلم لنقطة معينة في حياتي لن أدع نقطة معينة في حياتي تؤثر على باقي حياتي لن أقوم بهذا الشيء سأستمر وسأذهب لأدرس مثلاً الصيدلة في أحد الجامعات الأهلية سأذهب لدراسة مثلاً فيزياء طبية سأذهب لدراسة مثلاً ربما الهندسة سأذهب سأتجه إلى أمور أخرى ربما ستبقى رغبة الطب في داخلي ولكن أنا وصلت إلى قناعة أنني أعملت كل شيء أستطيع أن أعمله وخلص أنا قمت بما أستطيع أن أقوم عليه في نفسي وأكتفي من هذا وربما يصل إلى نقطة أنني بعد سنوات حينما أصل إلى مرحلة أتمكن مادياً أذهب إلى السفر في الخارج وربما أدرس في الخارج طب من جديد أعيد تحقيق هذا الشيء أو أحقق هذا الشيء في المستقبل من المحتمل أنني سأقوم بهذه النقاط لا أعلم ربما هذا ما يجل في خاطر الآن ولكن لا أعلم كيف سيكون الواقع فأستسلم أو أستمر هذا يهتمد على الإجابة أولاً على السؤال الذي هو في الأحمر الآن يجب عليك أن تجيب عليه في داخل نفسك وأيضاً يجب عليك أن استسلمت يجب عليك أن تكتفي من المحاولة لا تترك المحاولة وأنت في داخلك تريد أن تحاول طالما هناك رغبة في داخلك للمحاولة ورغبة في الطب فلا تترك المحاولة ولكن حينما تستسلم وفي داخلك رغبة للمحاولة فهذا الشيء أنا أعتبره خطأ ربما لن تحصل على الطب وأن حاولت آلاف المرات ولكن حينما تحاول مرة واحدة فقط وتفشل ولا تعود لتحاول مرة أخرى ويتقدم فيك العمر وتذهب إلى حياة أخرى ويكون مجرى حياتك بطريقة مختلفة ستذكر أنك تركت حلم من أحلامك دون أن تحاول تحقيقه مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة دون أن تأخذ محاولات إضافية حاولت مرة واحدة فقط إذا كان الموضوع بهذه النقطة ستتعذب بداخلك ستتعذب ولكن حينما تصل إلى النقطة أنك حاولت بكل جهدك ولم تستطع هذا الشيء سيجعلك مرتاح في الأيام القادمة التي ستقضيها من حياتك ما رأيك بالأقسام الداخلية لدراسة الطب بشكل خاص وباقي الكليات بشكل عام وأيضا ما رأيك بالسفر لأجل الدراسة أنا لن أجيب على موضوع السفر بشكل تصير سأتركه إلى سؤال آخر هناك سؤال يخص موضوع السفر لأجل الدراسة ولكن سأجيب بشكل عام عن موضوع الأقسام الداخلية سواء كان لكلية الطب أو للكليات الأخرى أنا أعتقد أن الدراسة في البكالوريوس الدراسة بشكل عام تقع على آتق الطالب نفسه هو شيء مهم جدا جهد الطالب في البكالوريوس في الدراسات الأولية يسمون البكالوريوس الدراسات الأولية فشيء مهم جدا جهد الطالب فإذا كان الذهاب إلى محافظة أخرى أو إلى بلد آخر حتى ولن يكون الوضع الذي عندي مرتاح سواء كان من الناحية النفسية أو من الناحية المكان مثلا أنا شخصيا لن أرتاح أبدا في أي مكان آخر على وجه الكرة الأرضية وأستطيع أن أدرس بشكل جيد وفعال إذا كان هناك شخص آخر معي في الغرفة لا أرتاح أبدا فموضوع الأقسام الداخلية لن يضمن لك أنك ستكون وحيد في الغرفة مثلا أنا شخصيا هذه النقطة تؤثر أنا أنا شخصيا تؤثر عليها هذه النقطة فأريد مكان أكون مرتاح فيه فإذا لم تكن مسألة الأقسام الداخلية تؤثر عليك بشكل كبير ولن يكون هناك تأثير في مثلا وجود شخص آخر لن يكون هناك تأثير سلبي وجود شخص آخر فأدرس الأقسام الداخلية ليس شيء خطأ في بعض الأحيان تجبر على الأقسام الداخلية فمثلا أنت تريد أن تقدم طب وشغوف بالطب ولن تتنازل عن الطب ومعدلك لن يسمح لك بدخول أو مجموعك في الثانوية أو في السادس العلمي لم يسمح لك بدخول كلية الطب في الجامعة التي تكون في نفس المدينة التي أنت تقطن فيها فبهذه الطريقة أنا برأيي الشخصي هنا أنت أجبرت على الأقسام الداخلية وعليك أن تتحمل الموضوع إذا كنت تريد أن تدرس الطب هذه الحالات هنا أنت مجبور بهذه النقطة ولكن إذا أنت كنت في اختيارك تذهب مثلا من جامعة تكون أنت من سكنة محافظة معينة وتذهب إلى محافظة أخرى مع أنك تستطيع أن تدرس الطب في نفس محافظتك وهناك تذهب إلى أقسام داخلية هناك شخص معين رسلني على الإنستغرام وقال أنني أريد أن أذهب للدراسة في بغداد العاصمة العراقية ببساطة لأنني أحب العيش في العاصمة وأحب أن يكون هناك جانب من الترفيه بالنسبة له هناك جانب من الترفيه في بغداد محافظتي الأم فبهذه الطريقة أنا شخصيا قلت له يجب عليك أن تحدد الأولوية بالنسبة لك أنا لا أحبذ مسألة الأقسام فأنها من المحتمل أن لا تكون الظروف مناسبة لكي تدرس فعليك أن تركز إلى أن تجلس أنت وحدك أو مع نفسك أو تكون هناك ظروف ملائمة لكي تدرس أنت الجامعة لن تصنعك أنت من سيصنع نفسك أنت من سيصنع أنت بالنهاية فالجامعة ليست تأثير الكبير في الجامعة أنا شخصيا الآن طالب طيب في جامعة الكوفة أحد الجامعات العراقية ربما لن تكون الجامعة الكوفة هي أفضل جامعة بالعالم ولكن ربما سأكون أفضل طبيب في العالم في يوم من الأيام هذا لن يحدد أنا أسأل لكي أكون أفضل أنا لن أضع في دماغي أن الطبيب الموجود في أمريكا سيكون أفضل مني لن أضع هذا الشيء في تفكيري سأضع في تفكيري أنني سأسأل أفضل شيء ممكن أنا كطالب يجب أن أدرس لدي مصادر لدي قنوات يوتيوب لدي كثير من الأمور والوسائل وهناك أيضا جامعات توفر فرصة للدراسة أونلاين مثلا لكتشيريو هي حبارة عن برنامج دراسي برنامج يكون هناك أساتذة متنرسين يدرسونك وأنت في بيتك على بعد ربما يبعد البعد بينك وبينهم آلاف الكيلومترات ولكن أنت تدرس من خلالهم فبالنهاية موضوع الأخسام الداخلية وموضوع الدراسة في الخارج يعتمد على توفير الظروف ويعتمد على شروط معينة أنا شخصيا في البكالوريوس في السنوات الأولية للدراسة سواء كان في كلية الطب أو في كليات أخرى لا أجد من الضرورة أن تكون الجامعة جيدة جدا وأجد أن من الضرورة أن تكون في الخارج لكي تحصل على فرص كبيرة ولكي تكون طالب متفوق التفوق بالنهاية أنت تصنعه لا تصنعه لك جامعة معينة كطالب غير الطب هل أستفيد من القناة؟ هناك فيديوهات كثيرة على هذه القناة تنفع غير طلاب المجموعة الطبية بشكل عام وليس فقط الطب هناك طلاب من الممكن أن يكون بايولوجي من الممكن أن يكون طلاب كامستري من الممكن أن يكون طلاب من اختصاصات ربما تبعد الكثير عن الطب ولكن يستفيدون من القناة فهناك فيديوهات في البايو كامستري هناك فيديوهات في الجنيرال أنتومي التي قد تهم ليس قد وإنما أكيد تهم الكثير من الاختصاصات أيضاً هناك فيزياء طبية التي الآن تدرس في أغلب الكليات العراقية التي تتعامل من قريب أو بعيد مع الجسم البشري وأنا أعتقد أنها ليست فقط في العراق أيضاً في دول أخرى وفي كليات أخرى أيضاً تدرس الفيزياء الطبية وهي موجودة على هذه القناة فبالنهاية نعم أنت كطالب غير الطب ستستفيد من القناة من ثم أنني لا أعطي فقط معلومات علمية أنقل أيضاً تجربة تجربتي الخاصة في أمور معينة أيضاً أنقلها فبالنهاية أنت لن تأخذ من هذه القناة فقط دراسة فقط معلومات علمية ستأخذ أيضاً معلومات بجوانب أخرى منها تنظيم الوقت منها مثلاً معلومات وتجارب معينة قد خذتها أو خاضها أشخاص آخرين قد خذتها أنا قد مررت بها أنا أو خاضها أشخاص آخرين فانتقلت من خلالي إليك فبالنهاية لن يكون هناك فقط معلومات سيكون هناك معلومات علمية سيكون هناك أيضاً أمور أخرى وأنت تستطيع أن تستفيد الأمور الأخرى ومن المعلومات العلمية وبالمستقبل سيكون هناك مثل ما يوجد جنيرال أناتومي سيكون هناك هستولوجي وإمريولوجي وفيزيولوجي وفاثولوجي هذه الأمور ستنفع أنا برأي شخصي أن كل شيء موجود على هذه القناة جنيرال فهو يهم جميع الأشخاص الذين يتعاملون من قريب أو بعيد مع الجسم البشري ليس فقط طلاب الطب وليس فقط طلاب الأسنان ولا الصيدلة وإلى هذه الكليات من المجامعة الطبية من المحتمل أن تهم كل شخص مثل ما قلت يتعامل من قريب أو بعيد مع الجسم البشري فإن شاء الله في المستقبل سيكون هناك اهتمام بمحاضرات الجنيرال ساينس بشكل عام وليس فقط الجنيرال أناتومي ما مقدار الفائدة التي قد نحصل عليها من المدرسة في دراسة الطب وباقي الاختصاصات الفائدة الجوهرية من المدرسة هي بسقل المهارات المهارات هي أهم شيء يجب علينا أن نحصل عليه من المدرسة وفي المدرسة نحن لا نحصل على هذه المهارات نحن لا نهتم أساسا ولا يكون هناك توجه بما يخص موضوع المهارات فنحن نريد فقط أن ننهي المدرسة وندخل للكلية ونريد فقط أن ننهي الكلية وندخل في مجال العمل ومجال والدراسات العلية ونريد فقط أن ننهي الدراسات العلية لكي نستريح ونريد أن ندخل في مجالات ما بعد العمل مجالات في العمل تكون متقدمة أكثر لكي نحصل على أموال ونريد أن نحصل على أموال لكي نحصل على أموال أكثر ومن ثم تنتهي الحياة ونحن لا نعلم ما الذي كسبناه من حياتنا أصلا فعليك أن تفكر بكل مرحلة نعم ربما أغلب الذين يشاهدون هذا الفيديو قد أنهوا المدرسة أصلا ولكن البعض يوجدون في المدرسة لحد الآن وهم يشاهدون الآن هذا الفيديو وهناك أشخاص يكون من معارفهم أو من أصدقائهم لحد الآن طلاب في المدرسة فأنا أنصح الآن كل المتابعين الذين يتابعون هذا السؤال وهذا الجزء من هذا الفيديو ومن خلالهم أتمنى أن تنصحوا جميع الأشخاص الذين قد يهمهم هذه المعلومات أو هذه الأفكار التي أطرحها في هذا السؤال أو في غيره من الأسئلة فأنا أعتقد وبشكل راسخ بالنسبة لي أنا أعتقد اعتقاد راسخ أن المدرسة الوظيفة الأساسية لها أن تبني مهارات الطالب فيكون الطالب حينما يتخرج من المدرسة ويتحق في الجامعة يكون لديه جملة من المهارات يستخدمها في المستقبل سواء كانت مهارات تساعده في العمل ما بعد الجامعة أو سواء كان مهارات تساعده في دراسة الجامعة نفسها فبالنهاية أنا أعتقد أن من المهم جدا التفكير بهذه النقطة وأعتقد أن بالنسبة للأشخاص الذين تخرجوا من المدرسة لم يفوت الأوان بعد هناك جامعة وهناك الكثير من الأمور يجب عليك أن تتعلمها هناك حكمة تقول لا تقول لا أعلم ليس من العيب أن تقول لا أعلم ولكن من العيب أنك تكون لا تعلم ولكن لا تريد أن تتعلم فبالشكل العام سواء كان الطب أو باقي الاختصاصات فالمدرسة تعطيك مهارات فقط أما ماذا أقصد بالمهارات مهارة الحفظ أن يكون لدي قدرة عالية على الحفظ أو قدرة جيدة على الحفظ لن أقول عالية كي لا يكون هناك مبالغة في الموضوع قدرة جيدة على الحفظ قدرة جيدة على استيعاب الأمور قدرة جيدة على التفكير قدرة جيدة على الاستنتاج سأقص لكم قصة بسيطة أنا حصلت معي شخصيا في السادس العلمي في آخر سنة من الثانوية داخل العراق أنا كنت طالب أحد الطلاب في مدرسة خاصة هذه المدرسة تركز بشكل أساسي على أن يحصل الطالب على درجة عالية في الامتحان في امتحانات البكالوري في الامتحانات التي تؤهلنا إلى دخول الجامعات وإلى الحصول على الاختصاص الذي نرغب في أن نتابع حياتنا من خلاله فهذا الأستاذ الذي يقوم بشرح المادة سألته ماذا تعني مبرهنة رول مبرهنة رول هي مبرهنة في الرياضيات قال أنك تأخذ الأكس الذي هو في الرياضيات على ما أعتقد أن الجميع سيفهم ما سأقول فتأخذ الأكس وتعطيه صفر تشتق المشتقة الأولى للدالة ثم تساويها في الصفر ومن ثم تعوض هذا في الدالة الأساسية وتجد قيمة معينة هذه القيمة تكون هي بمثابة A وأخرى بمثابة B وهذه طرق حل أنا لم أسأل كيف أحل هذا السؤال أنا سألت ما هي مبرهنة رول فلم يكن الجواب شافي وكان الجواب باستخدام ألف كلمة كانت تكفي عدة كلمات كانت تكفي ثلاث أو أربع كلمات لكي تصف الموضوع حرفيا كان يكفي ثلاث أو أربع كلمات لكي تصف الموضوع ولم أفهم شخصيا صراحة منهم مبرهنة رول عدت إلى البيت وفتحت كتاب الرياضيات الكتاب المنهجي ففهمت رول بالكامل فهمت ماذا يقصد العالم رول ماذا يريد نعم أنني لست مطالب بأن أفهم هذه التفاصيل بشكل دقيق جدا ولكن أيضا من الخطأ جدا برأيي الشخصي أنني كطالب ثانوية أن تأتي مبرهنة رول وأنا لا أعلم ما هي مبرهنة رول أنا أفهم مبرهنة رول من خلال أن المشتقة الأولى تساوى مع الصفر ولا أعلم أساسا ما هي المشتقة الأولى وماذا تعني أنا شخصيا أعلم ولكن الأغلبية ما يقرب 99.9% لا يعلم والسبب لا أعلم شخصيا صراحة السبب هل هو من الطلاب فقط أم من الأساتذة والنظام تدريسي بشكل عام أنا لا أقصد فقط في العراق أيضا في باقي الدول العربية أيضا نفس المشكلة أنا رأيت هذا الشيء في لبنان وأيضا في سوريا بعض الطلاب السوريين كانوا أيضا فهذه مشكلة ليست فقط في العراق هذه المشكلة ممتدة وسبب هذه المشكلة أننا بشكل عام الأساتذة يركزون على أن يحصل الطالب على درجة عالية اعتقادا منهم أن الحصول على درجة عالية يعني أنهم قد وصلوا إلى النقطة التي هي تحل كل الأمور لا أبدا نعود إلى فكرة مبرهنة رول أنا إذا فهمت أن مبرهنة رول تريد أن تثبت أو تريد أن تبين بطريقة بسيطة أن النهاية العظمى للدالة والنهاية الصغرى للدالة أو تبين بطريقة بسيطة كيف أجد النهاية العظمى ونهاية الصغرى أما صراحة المخجل في بعض الأحيان والمستفز في بعض الأحيان أن الدالة ليست معلومة ما هي الدالة وليس معلوم ما هي المشتقل على الأقل أفكار بسيطة مثلا المشتقل الأولى للدالة تعطي mail المماز ما هو المماز المماز الذي منحني الدالة ماذا استفيد من mail المماز إذا توازع mail المماز مع محور السينات فيكون بهذه الطريقة قد وجدت النهاية العظمية والنهاية الصغرية هذه أفكار أفكار بسيطة أفكار حينما تفهمها تكون بسيطة وتكون سلسة ويكون العلم جميل كثير من الطلاب يقولون أنني أكره الرياضيات لماذا؟ لأنك ببساطة لم تتعرف على الرياضيات أصلا لم تعلم ما هو الرياضيات أصلا لكي تحبه أو تكرهه أنا لا أعلم ما الحكمة من أن تكره الشخص أو تكره شيء أنت لا تعلمه قدت نوهم؟ هذه النقطة النقطة الأخرى أيضا فبهذه الطريقة يكون الطالب لم يفهم ولم يستوعف ففقد مهارة الفهم ومهارة الاستيحاب ومهارة البحث ومهارة الحفظ ومهارات كثيرة 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 تساعده في الدراسة الجامعية وفي حياته بشكل عام فالمدرسة هنا كانت عبارة عن مرحلة مرت ببعض الأشخاص تكون عبارة عن استهلاك أن تستهلك ساعات لم يكن هناك لها أي قيمة بالمستقبل ببساطة فبالنسبة للأشخاص الذين تخرجوا من المدرسة أتمنى أتمنى بشدة صراحة أن يفكروا في هذا الموضوع هذا أولا ثانيا بالنسبة للأشخاص الذين لم يتخرجوا أتمنى أن يفكروا مرتين في هذا الموضوع ليس مرة واحدة الذي لا يملك ذكاء عالي واستيعاب سريع يستطيع دخول الطب ويكون دكتورا ناجحا أم مستحيل أولا لكي نصل إلى إجابة سريعة وأيضا على معتقد دقيقة لا يوجد شيء مستحيل في هذه النقطة نعم تستطيع الدخول إلى كلية الطب ولا يهم كل هذه الأفكار أن أملك ذكاء عالي أو أن لا أملك أن أملك استيعاب سريع أو أن لا أملك هذا الشيء لا يمنعك من دخول كلية الطب هذه نقطة النقطة الأخرى أنت هناك ذكاء مكتس بسطا يعني أنك لا تحتاج إلى أن يكون لديك ذكاء عالي لكي تدرس الطب الطب لا يحتاج إلى ذكاء عالي شخصي أنا أعتقد صراحا أن الطب لا يحتاج إلى ذكاء عالي الطب يحتاج إلى مقترة على المواصلة على المتابعة على المثابر على الاجتهاد على ما أعتقد أن العلوم التي تحتاج إلى ذكاء عالي جدا فهو الهندسة أيضا الفيزياء علم الفيزياء أعتقد أنه يحتاج إلى ذكاء لكي تصل إلى نقاط معينة في العلم فبالنهاية لا أعتقد أن الطب أساسا يحتاج إلى ذكاء عالي هو يحتاج إلى متابع وإلى صبر وإلى اجتهاد وإلى مثابرة أكثر بكثير من حاجته إلى الذكاء العالي هي ببساطة حفظ المعلومات وربطها بطريقة معينة ومن ثم استخدامها ليس أكثر وأيضا الاستيعاب والذكاء يتطوران في المستقبل بطرق معينة تستخدم طرق معينة وتدرس بطرقة معينة ستتفوق حرفيا وتكون دكتور ناجح نعم ستكون دكتور ناجح مثل ما أقول في سؤال سابق وأيضا أقول الآن في هذا السؤال ما يحدد وما يساعد على أن تكون دكتور ناجح ليس فقط استيعابك العالي ليس فقط ذكائك العالي ليس الكمية التي تنفقها على المصادر كمية الوقت وكمية الأموال أحيانا وكمية الصفحات التي تدرسها ما يساعد وما يعطيك القدرة على أن تكون دكتور ناجحا ومتفوقا هو أن تجتهد وأن تتصرف وتتعامل مع الطب بشكل عام بطريقة صحيحة وأن تدرس بشكل صحيح وتأتمد على خطط وطرق ناجحة ومحكمة لكي تصل إلى هذه النقطة الموضوع ليس مناط بكل هذه المفاهيم الموضوع مناط فقط في الجد والاجتهاد أنا بطيء بالدراسة لأني أحب أن أفهم كل شيء بالتفصيل ولكن المواد ضخمة ماذا أفعل وهل يؤثر على التفوق أنا شخصيا الصراحة أيضا بطيء في الدراسة فمثلا مثلما ذكرت في أحد الأسئلة موضوع الإيسي جي ربما عند بعض الطلاب يأخذ أربع إلى خمسة ساعات قدنا في الكلية يأخذ من أربع إلى خمسة ساعات أنا قد يأخذ معي عشرون إلى ثلاث ساعة أو ربما أكثر فالسبب أنني أدرس كثير من التفاصيل وأتعقد بالموضوع وأتعمق وأدرس مادة إلى حد ما تعتبر ضخمة مقارنة عند بعض الطلاب تعتبر ضخمة فبهذه الطريقة أكون بطيء ربما أنني أدرس بسرعة ببعض كسرعة ربما سريع ولكن لأنني أدرس تفاصيل كثيرة فأكون بطيء هل هذا يؤثر على التفوق؟ التفوق ليس مناط فقط بأنك تحفظ المعلومات بشكل سريع وتقوم تعمل كبب ضغاء لهذه المعلومات لا التفوق ليس مناط بهذه التفوق مناط بأنك أيضا أن تفهم وتحفظ وتستوعب وتدرس الكثير من التفاصيل فالتفوق هنا أساسا أنا لا أتفق على نفس المفهوم الذي قد يكون في أذهان الكثيرين بما يخص التفوق فأعتقد أن بطء في الدراسة والدراسة بالتفاصيل هو هذا الطريقة الصحيحة للدراسة وغير هذه الطريقة الطريقة أنني أدرس بسرعة وأنرش يعني أكون سرعة بالدراسة وأريد أن أنهي المادة وأريد كذا وأريد كذا هذا لا يصل إلى التفوق فالعكس من هذا ربما لا يصل إلى التفوق برأيك الشخصي كيف نختار التخصص الجامعي؟ يجب علينا أن نفهم قبل أن نفكر في هذا السؤال نقاط معينة أولا في بعض الأحيان يكون التخصص هو عبارة عن طريق للحياة فمثلا الطب لا يكون هو مجرد تخصص مجرد شهادة أنا أأخذها لا يكون الطب طريق حياة فيجب عليك أن تفكر فيه على أنه الطريق الذي ستسلكه في حياتك في بعض الأحيان يكون التخصص ليس في هذه الطريقة وتكون حياتك مثلا هي سائرة في طريق معين ويكون هناك خط تسير في حياتك ويأتي مثلا التخصص ليضيف على حياتك أشياء تفاصيل معينة في بعض الأحيان يكون التخصص عبارة عن شهادة أخذها تنفعك من المحتمل أن تكون مجرد تضيف لك قيمة اجتماعية ليس أكثر لا تضيف على عملك ولا تضيف على حياتك بشكل كبير تضيف فقط على تفاصيل بسيطة قد تلحظها في اليوم أو لا تلحظها قد تلحظها في حياتك أو قد لا تلحظها في بعض الأحيان فيجب علينا أن نفكر في هذه النقاط فهنا من هذه النقطة تنطلق أهمية التفكير في حياتنا قبل التفكير في التخصص الذي نختارها التفكير في رغباتنا قبل أن نفكر في التخصص فمثلا هل أنت راغب فعلا بأن تعطي من جهتك ويومك ساعات طويلة في الطب؟ هل أنت ستكون مرتاح حينما تعطي هذه الكمية من هذا الكمية من المجهود ومن الوقت ومن التنازلات أنت تقوم بكمية كبيرة من التنازلات منها مثلا حينما تدخل كلية الطب أقصد الطب العام أنت تتنازل عن الحياة الاجتماعية جزء من الحياة الاجتماعية تتنازل عن الراحة تتنازل عن جزء من الاستمتاع في الحياة أنت أنا أتقد دائما وذكرت هذا الشيء كثيرا في الفترة الأخيرة أنا في الطب أزيد آلامي وأقلل آلام الآخرين فهل أنت مستعد لهذا الشيء؟ اسأل نفسك بالأول هذا أولا في بعض الأحيان أكون أنا أريد الطب ولكن معدلي يكون ثمانون فكنت أفكر في أنني أريد أن أدخل الطب ولكن معدلي ثمانون أو مجموعي في الثانوية أو لم أستطع الدخول إلى كلية الطب مثلا فبهذه الطريقة يجب علي أن أختار اختصاص آخر اختار الاختصاص الذي يمكن أن تحبه أو الذي يمكن أن تحبه اختار الاختصاص الذي يضيف على حياتك لا تختار الاختصاص الذي يكون عبارة عن ورقة اكتسدتها أضافت لك قيمة اجتماعية تحسنت صورتك بنظر الناس لا تختار هذه الاختصاصات حاول أن تختار الاختصاص الذي يضيف على حياتك الذي يزيد منك لا ينقص منك لا يأخذ من وقتك دون أن يعطيك قيمة كبيرة قيمة يمكن أن تذكر أحد أقاربي هي مختصة في اللغة الإنجليزية درست الآداب اللغة الإنجليزية فكانت هذه الكلية ذات تأثير مباشر على حياتها بحيث أنها أعطتها طريق للحياة مع أن الاختصاص اختصاص اللغة الإنجليزية من المحتمل عند بعض الأشخاص أن لا يؤثر على حياتهم بشكل كبير ولا يغير مجرى حياتهم ولكن عند بعض الأشخاص لا يؤدي هذا التغيير فبعض التخصصات تغير الحياة بالكامل مثل الطب وبعض التخصصات تضيف على الحياة بعض التخصصات لا تؤثر على الحياة عليك أن تحدد أولا ماذا تريد أنت بعض الأشخاص يقولون أنني أريد أن أعيش حياتي وأريد من الشهادة ومن التخصص أن يضيف عليها بطريقة لا يؤثر على المجرى الحياة التي أنا أريدها وعند بعض الأشخاص لا يقولون أنني أريد هذا التخصص أن يكون هو طريق حياتي كما هو الحال في الطب فعليك أولا أن تحدد أنت أي فئة من هذه الفئات ومن ثم تختار التخصص الذي يناسب هذه الفئة بالظروف التي لديك بعض الأشخاص يكون لديهم معدل عالي ولكن لا يريدون أن يدخلوا طب فبهذه الطريقة تكون الخيارات كثيرة وفي بعض الأحيان لا يكون المعدل قليل ولكن يريدون أشياء أكثر مما قد يوفرهم المجموع فلا يكون هناك خيارات كثيرة ما هي التخصصات التي تؤدي إلى دخول كلية الطب في حال لم يسمح المجموع الذي حصلت عليه في الثانوي السادس العلمي لدخول كلية الطب بشكل مباشر في العراق لا توجد تخصصات قد تؤدي بك إلى دخول كلية الطب قمت بسؤال أحد الأساتذة في كلية الطب في جامعة الكوفة وقال أن هذا النظام كان موجود قبل سنة 2003 ولكن بعد هذه السنة لم يعد لهذا القانون وجود فلن يكون هناك تخصص ممكن أن يؤدي بك إلى كلية الطب على ما أعتقد أن هناك تخصصات ممكن أن تؤدي بك إلى كلية طب الأسنان إلى كلية الصيدلة بعض المعاهد وبعض الكليات ولكن إلى كلية الطب لا يوجد هذا السؤال خاص فقط بالطلاب العراقيين هل تستحق دراسة الطب في الخارج دفع مصاريف ضخمة؟ أنا أعتقد شخصيا أنه ليس من الضروري كي تصبح طبيبا متفوقا وطبيبا ناجحا وأن تبرز إلى العالم أجمع بموهبتك في الطب أعتقد أنه ليس من الضروري أن تدرس في الخارج وأن تدفع مصاريف وأن تنفق مصاريف ضخمة لا أعتقد هذا الشيء ولكن هل أنا أحبث أو لا أحبث؟ أنا شخصيا لا أرى ضرورة ضرورة ملحة لهذا الشيء فأنا ممكن أن أدرس في العراق أو في الدول العربية في سوريا في العراق في مصر في غيرها من البلدان أدرس البكالوريوس أدرس الدراسة الأولية ولكن أذهب لأدرس التخصص في دولة أخرى في دولة أجنبية في أمريكا في بريطانيا في مثلا في ألمانيا وإلى آخر من هذه الدول نعم أنا أحبث هذا الشيء أحبث أن تدرس التخصص في خارج البلد ولكن في دراسة البكالوريوس أعتقد أنها ضرورية والسبب في ذلك أن دراسة البكالوريوس تعتمد بشكل أساسي وبشكل كبير عليك أنت على دراستك أنت على أخذ المعلومات أنت الطب ليس فقط ستة سنوات الطب لن ينتهي بستة سنوات ولا حتى بعشر سنوات أنت تأخذ فقط المفاهيم والمبادئ الأساسية بكلية الطب ومن ثم تنتقل وتنطلق في التخصص فعمليا قد تكفي الجامعة التي أنت الآن غير معير لها تلك الأهمية قد تكفي جدا وقد تمنحك فوصل التفوق أكثر من جامعة في أمريكا لأنك ببساطة إذا انتقلت لأمريكا سيكون لديك مشكلة الغربة ومشكلة البعد عن الديار ومشكلة المصاريف التي قد تثقل على كاهلك وكاهل أهلك وقد تكون الحيامة بعد هذه الدراسة الجامعية في الخارج أصعب مما كنت تتصور فبهذه الطريقة أعتقد أنه يكفي أن تدرس في بلدك في الدولة العربية مثلا ثم تنتقل لدراسة التخصص في الخارج ولا أعتقد أن تستحق الدراسة مثلا في بعض الجامعات في بريطانيا مثلا تنفق سبعون ألف دولار في السنة ما يقرب من ثمانون على ما أعتقد أو أكثر من هذا ثمانون أو خمسة وثمانون على ما أعتقد مليون دينار عراقي وكمية كبيرة من الأموال أنا لا أعتقد أنها تستحق هذه المبالغ الضخمة هل تفضل الدراسة بالخارج؟ أجبت على هذا السؤال بالسؤال السابق وسبقت الأحداث أعتقد أن الدراسة بالخارج مثل ما قلت في البكالوريوس لا أفضل الدراسة بالخارج بسبب الغربة وسبب المصارف ولكن لو كان أهلي أنا أهلي ولو كان لو لنفرض هذين الأمرين أهلي أنا في الخارج فنعم أفضل الدراسة بالخارج وكانت المصارف كنت قادر على المصارف والمصارف بالنسبة لي لا تشكل أبدا عاق فأفضل نعم ولكن إذا كنت أنا أسكن في دولة عربية وأسكن في بلد وأهلي في أسكن في بلد معين ويجب علي أن أسافر وأهلي يبقون في بلد معين وأنا أكون في بلد آخر فلا أفضل شخصيا صراحة وإذا كان هناك مشكلة في المصارف المصارف ضخمة قد تثقل على كاهلي وكاهل أهلي فلا أفضل الدراسة في الخارج بما يخص البكالوريوس بما يخص الدراسة الأولية ولكن في التخصص نعم أفضل الدراسة بالخارج وأنا شخصيا قد أقوم ببعض التضحيات في سبيل الدراسة في الخارج بالتخصص كطالب تخرجت من الثانوية للتو السادس الإعدادي وحلمي كان الطب العام ولم أستطع تحقيقه بماذا تنصحني؟ أنصحك بأن تتابع طريقك وتنسى تماما أنك كنت تريد أن تدخل إلى الطب العام تتابع حياتك ففي الحياة أشياء أجمل بكثير في بعض الأحيان بالنسبة لبعض الأشخاص من الطب هناك أطباء يلعنون حياتهم يلعنون أنفسهم يلعنون كل شيء حولهم في اليوم ألف مرة لأنهم دخلوا الطب ولكن وصلوا للنقطة اللاعدة لا يستطيعون أن يعودوا بحياتهم لكي يغيروا هذا الشيء وبعض الأشخاص يحمدون الله باليوم آلاف المرات بطريقة أو بأخرى سواء كان في القول أو في الفعل على حياتهم التي لا تمثل صلة في الطب العام فالموضوع موضوع السعادة وموضوع الحياة الهنية ليس مرتبطة فقط في الطب العام وأيضا من المهم جدا هذه المعلومة أن تضعها في ذهنك أنت حاولت ولكن لم تستطع هذه المعلومة مهمة جدا أنت حاولت ولكن لم يحالف كالحظ لم تستطع نفذت الطلقات الموجودة في سلاحك فلم يكن هناك طلق إضافية تستطيع أن تطلقها فبالنهاية تابع حياتك لا يجب أحليك أن تقتل نفسك لأجل هذا الشيء ليس هناك ضرورة تابع حياتك وسيكون في المستقبل هناك خير كثير إذا أنت تقبلت هذا الشيء في داخل نفسك وإذا أنت فائلت لوجود الخير لا يمكن أن تحصل على خير دون أن تتوقع الخير في بعض الأحيان فعليك أن تتوقع الخير وعليك أن تصل في ذهنك إلى أن القادم أفضل ولا تجعل هذا الموضوع يؤثر على حياتك بشكل عام تابع طريقك وسيكون في المستقبل هناك أشياء أكثر وأفضل ولكن في حالة لو كان لديك فرصة أخرى في دخول كلية الطب سواء كان في السفر أو سواء كان في عادة السنة مثلا في عادة السنة في الثانوية أو في السادس الإعدادي أو مثلا بطريقة أو بأخرى لديك فرصة إلى دخول كلية الطب لديك فرصة لتحقيق حلم سواء لا يخص الموضوع فقط كلية الطب يخص الموضوع بشكل عام التخصص الذي أنت تريده مثلا بعض الأشخاص يريدون صيدة لا بعض الأشخاص يريدون كلية فيزياء مثلا كلية فيزياء طبية أو قسم فيزياء عامة مثلا يريدون تخصص معين ولكن لم يحالفهم الحظ إذا كان هناك فرصة فلا تهدر الفرص استغل هذه الفرصة ولكن إن لم يكن هناك فرصة فعش مع حياتك في مكان آخر لا تجعل هذه النقطة تسيطر عليك وتنحني بالنهاية حياتك إلى شيء سلبي أنا شخصيا لو لم يحالفني الحظ بدخول كلية الطب لدخلت كلية أخرى ولحققت نجاح آخر ونجاح ربما يفوق في بعض الأحيان النجاح الذي قد أحققه في كلية الطب وسأستمر وسأقوم بإنشاء قناة أيضا وسأساعد الطلاب وسأصل بالموضوع إلى أمور أكثر مما هو عليه مثلا في الطب ربما فلن يكون الموضوع محدد فقط في كلية الطب الموضوع محدد في أنني أنا أريد أن أكون ناجح في أي تخصص أدخل فيه أنا أريد أن أترك بصمة في أي شيء أنا أكون موجود فيه ضع هذه النقطة في ذهنك ولن يكون هناك داعي لأن أواسيك على هذه المصيبة التي أنت تعتبرها مصيبة من المحتمل أن تكون هذه رحمة هذه رحمة أنك هربت من الطب أنا أحب التخصصات الجراحية جدا ولكن مشكلتي أني أخاف منها وترتعت فرائسي خاصة الحالات الطارئة المتسببة بها الحوادث في المستشفى هل سيتغير هذا الشيء عند دراسة الطب والتقدم به أو سيبقى الحال على ما هو عليه الموضوع لن يتم لن تتخطى الموضوع ما لم تواجه الخوف عليك أن تخاف الخوف شيء طبيعي من لا يخاف أما هو مجنون أو لا يدرك الأمور فالخوف شيء طبيعي أنا شخصيا أخاف أحيانا حينما أفكر أنني سأكون مسؤول عن حياة مريض سأكون في غرفة العمليات الحركة حركة إصبعي قد تحدد موت أو حياة هذا الشخص أنا أكون سبب في هذا الله يجعلني سبب كي لا يعترض علي أحد في هذه الحالة أنا أفكر فأحيانا فعلا ترتعت فرائسي أحيانا فعلا أخاف ولكن أنا أصبر نفسي وأقول أنه خوف والخوف شيء طبيعي أساسا غير طبيعي أن تخاف فالخوف شيء طبيعي أنا سأواجه هذا الخوف وسأحاول أن أصل في نفسي إلى أمور وإلى نقاط معينة أحل في هذه المشاكل سأذكر تجربة خاصة حصلت معي أنا شخصيا في بادئ الأمر حينما ذهبت إلى جامعة بيروت العربية قبلت في جامعة بيروت العربية ومن ثم كان هناك يوم أشبه باليوم الترفيه وأشبه باليوم الذي نلف فيه داخل أرواقة الكلية لكي نرى الفاصلتيز لكي نرى الإمكانيات الكلية والأماكن أماكن الكلية والكلية بشكل عام فذهبنا في نهاية هذا اليوم إلى المشرحة المشرحة كانت شيء مخيف بالنسبة لنا حتى الطلاب الذين هم طلاب سنة ثانية كانوا وقتها وطلاب سنة ثالثة ونحن كنا سنة أولى فكانوا أيضا إلى حد ما أشاروا إلى الخوف من هذا المكان ولكن في بادئ الأمر نعم نحن خفنا ولم لحظنا الجثث من بعيد ولم نحب شخصيا أنا شخصيا صراحة لم أحب أن أدخل إلى الجثث وأرى الجثث في ذلك الوقت ولكن بعد أن درست وتطرقت للجسم البشري وحفظت الأوردة والشرائين والعضلات والعظام الموجودة في الطرف العلوي والطرف السفلي ومن ثم دخلت إلى المشرحة منذ أول يوم دخلت ورأيت الجثث أصبح في تفكير شيء مختلف قارنت ما بين أول يوم تعرفت فيه إلى جثث ورأيتها من بعيد واليوم الذي أنا أمسك الجثث بيدي وأرى قطعة من اللحم البشري قطعة من العظم البشري قطعة من البشر أجدها شخص مقسوم هنا هكذا يقسمونه في الميدلين وقطعة فقط هذا الأبرلم مع الرأس موجودة على طاولة وأنا أأتي لكي أتعرف على هذه الأجزاء فلم تكن هناك رحبة كبيرة رأيت أنني أقلب بالسبسيمان أقلب في هذه القطعة أقلب في جزء هذه الجثة وأتعرف على structures وأنا منبهر في أنني وصلت لهذه النقطة وأنني بعد دراسة امتدت لمدة أسابيع في الكتب وأخيرا أنني أمسك جثة حقيقية أمسك شيء حقيقي مثل الشيء يشابه الأشياء التي درستها في الكتب وامتد الموضوع لكي يصل في يوم من الأيام أنني قد قضيت خمسة ساعات داخل المشرحة داخل الأنتومي لاب ندرس أنا ومجموعة من عشرين طالب ندرس على الجثث ونقلب فيه قطع من أشخاص كانوا مثلنا أحياء موجودين على وجه الكرة الأرضية وهناك أشخاص كاملين هناك جثث كاملة هناك جثث قطع فقط فعشت هذه التجربة وأنا أضمن لك أن الأمور ستحل في المستقبل فلا تحمل هم هذا الشيء الآن وأيضا يوجد خوف دائما يوجد خوف والمشكلة أنه لا يوجد يكون هناك مشكلة أذ لم يوجد هناك خوف في بعض الأحيان ربما بعض الأطباء يكونوا قد وصلوا إلى مستويات عالية وهم جراحين مشهورين على مستوى العالم في جراحة الدماغ يأتي لكي يقوم بعملية ربما لم يقوم بها مسبقا أو لم يقوم بها كثيرا مسبقا أكيد يجب أن يخاف الخوف صفة بشرية صفة طبيعية يجب أن نمر بها هل الأفضل الجراحة العامة أو التخصص بشيء معين؟ وهل صحيح أن التخصصات غير الجراحة العامة ممكن أن تكون مملة؟ يعني أن التعامل مع عضو واحد من الجسم دائما ربما يكون ممل ويحط من قدر موهبة الطبيب؟ أنا لن أدقق على كل تفاصيل هذا السؤال ولكن سأذكر لكم قصة أنا حصلت معي شخصيا في يوم من الأيام كنت أنا على شاطئ شاطئ في لبنان على شاطئ البحر البحر في لبنان فانقلبت في الدراجة الهوائية ووقعت على يدي هنا فحصل لدي radial head fracture non displaced أي أنه كسر في ال radius كسر في أحد عظام الساعد في نقطة معينة لا تؤثر بشكل كبير على الحركة أنني أقوم بحركة بتحريك يدي ليس هناك مشكلة كبيرة فذهبت إلى دكتور رمضان الدكتور الذي أذكره كثيرا على هذه القناة فأرثت عليه الحالة وكنت أنا قد أخذت أشعة X-ray ليدي فلم يستطع دكتور رمضان جراح عام وأناتومست فلم يستطع تشخيص الموضوع بشكل دقيق وعميق ذهبت في المقابل بعد ذلك إلى المستشفى إلى طبيب orthopedics إلى طبيب أخصائي في الكسور جراحة الكسور وأخصائي في المفاصل وإلى آخره orthopedics فشخص هذا الدكتور شخص الموضوع بشكل دقيق وسريع لدرجة أنه قال لي أن سبب الألم هذا الكبير ليس الكسر نفسه لأن الكسر ليس بالشيء الكبير السبب الألم الأساسي هو الهيمورج هو النزيف الذي حصل في أحد الشرعين فهذا هو السبب الأساسي للألم ولن تحتاج إلى أخذ أي دواء مع أن دكتور رمضان وصف لي دواء قال لي لن تحتاج إلى أن تأخذ دواء دواء راحة لمدة أيام سيزول هذا الألم ولكن قد تتطلب بناء هذا العظم وعودت يدك إلى حالتها الطبيعية تماماً قد يحتاج إلى أشهر ففعلاً احتاجت إلى أشهر وأنا أحب أن أذهب إلى الجيم إلى الصالة الرياضية وقد ذهبت عدة مرات إلى الصالة الرياضية وتفاقمت الحالة عادت لتتفاقم الحالة ولكن انتهى بي المطاف إلى القناعة أن القاعة الرياضية لم تكن متاحة ووصلت الحمد لله إلى نقطة قد انتهت تماماً تأثير هذه الإصابة وعطت إلى الجيم وبنيت عدد من العضلات وازداد وزني والحمد لله هذه التجربة أعتقد أنها قد تعطينا الحكمة المرجوة من هذه القصة فدكتور رمضان الذي هو جراح عام كان متخصص في كل الجسم البشري لم يكن هناك تخصص معين أما هذا الطبيب فهو متخصص فقط في الكسور وفي العظام والكسور والعضلات وإلى آخرين من هذه الأمور هو متخصص في اللوكوموتر سيستم فهذا لم أرى أنا شخصياً أن هذا الشيء يحط من قدر موهبة الطبيب بالعكس أنه رفع من قدر موهبة الطبيب بعض الأحيان يتخصص الأورثوبيديكس هناك أشياء سبسبيشالتي سبسبيشالتي تعني أنه تخصص فوق تخصص وفي بعض الأحيان يوجد تخصص فوق تخصص فوق تخصص فيتخصص في اليد فقط يكون هناك جراح متخصص فقط في جراحة اليد فقط فهذا لا يحط أبداً من موهبته بالعكس قد يرفع من موهبته ويكون فهذه الحكمة أساساً من التخصص لو كان التخصص يحط من قدر موهبة الطبيب لما وجد التخصص لو كان هناك في كلية الطبيب تخصص واحد فقط فالتخصص لا يحط من قدر موهبة الطبيب بالعكس يرفع في بعض الأحيان وأعتقد أنه في جميع الأحيان يرفع من موهبة الطبيب ولكن يرفع من موهبة الطبيب في تخصص معين مثلاً هذا الطبيب المسؤول عن جراحة اليد فيرفع من قدر موهبته في اليد فقط هذا الطبيب نفسه لن يكون لديه القدرة في أن يعمل لن يكون لديه هذه القدرة هل تنصح بشراء جهاز ألكتروني للدراسة أم تفضل الكتب الورقية وظيفة الجهاز الألكتروني هو أن يكون سهل الحمل فمثلاً أنا شخصياً صراحة هذا الآيباد هنا هذا الآيباد أستخدمه أنا في الدراسة بشكل عام كل المصادر والمحاضرات وكل شيء أحتاج أن أقرأه موجود في هذا الآيباد فلا أحتاج إلى كتب ولا أحتاج إلى أوراق ولا أحتاج إلى مصادر كل شيء موجود في هذا الآيباد فأعتقد أن الجهاز الألكتروني يحل مشكلة فأنا أستطيع أن أحمل أكثر من ألف مصدر في هذا الآيباد ويبقى وزن الآيباد وحجم الآيباد على ما هو عليه ولكن إذا أردت أن أحمل 6 إلى 7 مصادر علي أن أجلب سيارة مخصصة لحمل الأثقال معي إلى الجامعة وأخذها داخل الجامعة لكي أستطيع أن أدرس براحتي فهذا الآيباد يوفر هذه النقطة يوفر لي مصادر موجودة في كل مكان فالجهاز الألكتروني أصبح ضرورة ليس شيء مخير عنده في أخذه أو تركه فيما يخص طلاب الطب فنعتقد أنه أصبح شيء ضرورة أما بما يخص الكتب الورقية في بعض الأحيان تحتاج الكتب الورقية ولكن ليس احتياج أنت يعني يكون من المفضل أن تستخدم الكتب الورقية مثلا أن تدرس الامتحان الـ USMLE هناك كتاب يدعى First Aid USMLE فتشتري هذا الكتاب يحلك مشكلة فأنت يكون هناك خصصت هذا الكتاب فقط لدراسة الـ USMLE وتكون أنت الآيباد تخصصه لشيء آخر ببعض الأحيان أنا شخصيا عيناي تتعب من النظر الطويل إلى الآيباد فيكون أحيانا الورق هو حل لهذه المشكلة ولكن مشاكل الكتب هي في ثمانها الباهظ فلكي توفر نفس عدد الكتب الموجود فيه بشكل ورقي توفرها نفس العدد الموجود في الآيباد تكلف أكثر بكثير من سعر الآيباد نفسه فهذه المحددات فأعتقد أن الجهاز الإلكتروني أصبح ضرورة وبما يخص الكتب الورقية فنلجأ إليها في بعض الأحيان بكتب معينة كتاب واحد مثلا ندرسه نستخدمه بشكل كثير نريد أن نكتب ملاحظات نحب نحن أن نحب فكرة وجود كتاب نستمتع بوجود كتاب في بعض الأحيان في بعض الأحيان لا تتوفر نسخة BDF تتوفر فقط نسخة ورقية أستطيع شراءها مثلا كتاب مور مثلا النسخة الثامنة لا أعلم بهذه الحقيقة ولكن كتاب مور النسخة الثامنة غير متوفر BDF لحد الآن ما هو متوفر بشكل كتاب ورقي كتاب أكتشوال كتاب هارد هارد كابي فبهذه الحالة أنا مضطر إلى شراء الكتاب فأنا أحبب بشكل عام إلى استخدام جهاز الإلكتروني والأتياد على أو أن تأتاد على استخدام جهاز الإلكتروني وفضيله أكثر من الكتب الورقية ما هو الجهاز الإلكتروني الذي تفضله للدراسة؟ أنا أفضل الآيباد بشكل عام ولكن بعض الأحيان يكون هناك أجهزة الإلكترونية مثلا Dol XPS 13 يكون هو عبارة عن لابتوب أنا أملك لابتوب سأحضره أنا أملك هذا اللابتوب هذا اللابتوب لا أعتقد أنه مخصص للدراسة بشكل كبير لا يغني عن الآيباد ولكن هناك بعض اللابتوبات تغني عن الآيباد وعن اللابتوب بنفس الوقت مثل ما قلت Dol XPS 13 قد يغني عن الآيباد وقد يغني عن اللابتوب ولكن شخصيا بعض التجربة أعتقد أن وجود آيباد ووجود اللابتوب في نفس الوقت قد يكون ضروري في بعض الأحيان أنا أحضر محاضرة من اللابتوب وأكتب ملاحظاتي في الآيباد في بعض الأحيان مثلا في التعليم الإلكتروني أنا أستخدم الآيباد للدراسة للقراءة وأستخدم اللابتوب كي أحضر المحاضرة كي أحضر البث في المحاضرات الإلكترونية فبهذه الطريقة قد يكون هناك ضرورة لجهازين وليس جهاز واحد وفي بعض الأحيان يكون مثلا أنا عندي هنا الآيباد ممكن أن تحصل عليه بسعر 300 دولار ما يقرب من 300 دولار والآيباد واللابتوب نفسه أيضا 300 إلى 350 دولار أيضا فكلاهما قد يصل من 600 إلى 700 دولار أما دول XPS 13 فوحده ب 1500 دولار فهناك الكثير من الأجهزة فأنا أنصح بآيباد آيباد 8 الآن ولابتوب بسيط لا تحتاج إلى لابتوب كبير لكي تدرس الطب أبدا ما هي طريقة الامتحان بكلية الطب؟ هناك نوعين من الامتحانات أولا الامتحان العملي الامتحان السريري والآخر الامتحان النظري بالنسبة للامتحان العملي فيختلف أيضا من كلية إلى أخرى فمثلا بعض الكليات يكون الامتحان على الدمى يكون الامتحان بكيفية معينة في بعض الكليات الأخرى قد يختلف قد لا يكون على الدمى قد يكون بطريقة معينة مثلا من مرحلة إلى أخرى أيضا يختلف الامتحان فمثلا الامتحان في السنة السادسة في كلية الطب يكون بشكل أكيد مختلف عن الامتحان في السنة الأولى امتحان العملي في السنة الأولى فيختلف من مرحلة إلى أخرى من كلية إلى أخرى من نظام إلى آخر ولكن المبدأ بشكل عام في امتحانات كلية الطب بين يكون هناك امتحان عملي وامتحان نظري أما بما يخص الامتحان النظري فأيضا يختلف من كلية إلى أخرى ولكن نادرا ما يختلف من مرحلة إلى أخرى فبثلا نحن في كلية الطب حسب نظام الموديول في كلية طب الكوفة أحد الجامعات في كلية الطب بجامعة الكوفة أحدها الجامعات العراقية فيكون الامتحان بطريقة أنني لدي جملة لدي كمية من المواد لدي جي اي تي يوريناري يوريناري ويرسبيراتري وسايكاترك كل هذه العلوم كل هذه المواد أنا أمتحنها بامتحان واحد فقط في ورقة امتحانية واحدة فقط وكأن كل هذه المواد هي عبارة عن كتاب واحد عبارة عن مادة واحدة مثل الفيزياء أو الرياضيات التي الذي امتحنتموه في السادس الإعدادي أو في الثانوية هذه الطريقة في الامتحان فيكون الامتحان على يومين هو نفس الامتحان ونفس المادة ولكن تقسم على يومين لأن صعوبة امتحان مثلا ست ساعات فيكون هناك ثلاث ساعات في كل يوم فقط التجزئة بما يخص الوقت أما مادة الامتحان فهي نفسها لكلاء الامتحانين ولكن طريقة الامتحان اليوم الأول تكون short essay التي هي عبارة عن كتابة تكتب واليوم الثاني تكون عبارة عن أسئلة خيارات multi choice questions بهذه الطريقة وفي بعض الكليات لا يكون الموضوع مختلف فمثلا في نظام الكورسات يكون لديه مثلا anatomy physiology 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 وإلى آخر من هذه العلوم الطبية فكل مادة يكون لديها امتحان خاص بها وعليك أن تنجح بكل مادة بشكل منفصل لا تستطيع أن تنجح بمادة وترسب بمادة أخرى وتكون ناجح بالمجموع ولكن أنا في نظام الموديول أستطيع أن أدرس الجي ايتي فقط وأنجح لن يكون هناك أعط في هذه النقطة في يكون الامتحان كله في ورقة واحدة المواد كلها يكون امتحانها في ورقة واحدة فهذه طرق الامتحان هذه التي مرت علي هناك امتحان آخر في الجامعة اللبنانية كان هناك خلط من النظامين فمثلا يكون لدي الفيزياء هناك فيزيكس في درست أنا فيزيكس في الجامعة اللبنانية فيكون للفيزيكس امتحان خاص في الفيزيكس فقط ولكن في المجموع أنا أنجح أو أرسب في المجموع فمثلا من المحتمل أنني مثلا برلامج الدراسي فيه أربع مواد أنا أقرأ اثنان وأمتحن في اثنان وأترك اثنان وأرسب في اثنان ولكن في المجموع أكون قد نجحت من تلك السنة بالكامل قد لا أتطرق إلى الرياضيات بتاتا لا أدوس الرياضيات ولكل مادة يكون هناك امتحان خاص فيها ورقة امتحانية خاصة فيها ولكن أنا أنجح في المجموع فيختلف تظام الامتحان وهذا الشيء ايضا معتمد في كلية الطرف في الجامعة اللبنانية فيختلف طريقة الامتحان من كلية إلى أخرى ولكن بشكل عام النقطة التي تتفق معها كل أو التي تتفق فيها كل الكليات هي وجود امتحان عملي وامتحان نظري ما سبب إغلاق قناة التليجرام لم تغلق قناة التليجرام قناة التليجرام لا تزال موجودة والحمد لله هي في الزيادة ولكن أنا أقوم بتغييرات في القناة في أسفل وصف كل فيديو فأنا أقوم بتغيير هذا الوصف فحين النقر على الرابط القديم تجد أنه لا يوجد هكذا قناة هذا الرابط لا يوصلك إلى القناة ولكن البوت لا يزال البوت هو كما هو الحال عليه في السابق تستطيع مراسلتي على البوت أسفل في وصف هذا الفيديو لن يكون هناك مشكلة في البوت فقريبا إن شاء الله سأقوم بتغيير جميع الوصف لجميع الفيديوهات لكي تكون قناة التليجرام متاحة وأيضا حساباتي الشخصية متاحة فتستطيع التواصل معي الآن في هذا الفيديو أسفل في وصف هذا الفيديو لن تواجه هذه المشكلة فسيكون لديك جميع الحسابات لكي تتواصل معي وأنا أفضل شخصيا الصراحة أن تتواصل معي على بوت التليجرام هو أسهل لي في الرد وأيضا يكون متاح بشكل جيد لتبادل الملفات وتبادل الصور وتبادل الفويسات بشكل جيد وإلى هنا انتهى هذا الفيديو الطويل أنا لا أعلم إذا كان هناك شخص بقي لهذا الوقت وحضر هذا الفيديو إلى آخر دقيقة فيه لا أعلم بوجود هكذا نوع من الأشخاص النادرين ولكن أنا أرد أن أوفر في هذا الفيديو عبارة عن معجم للأسئلة وأود شخصيا صراحة أن أضع هذا النوع من الفيديوهات كفيديوهات شهرية كسلسلة شهرية كل شهر يكون هناك مجموعة من التساؤلات أجيب عليها فأنوي أن أقوم بهذا الشيء يجب أن أقوم ببعض الترتيبات لكي أستطيع أن أفعل هذا الشيء فإلى هنا على ما أعتقد أنه يجب علي أن أسكت وأن أكتفي بما تكلمته خلال هذا الفيديو نلتقي إن شاء الله بفيديو آخر وإن شاء الله لن يكون طويل مثل هذا على ما أعتقد هذا أطول فيديو على القناة حتى الآن